اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيار معارض يتزعمه مكرم عبيد فطلع ما يشبه القانون يجرم انك تشتم من الوزارة او تهدم رئيس الوزراء فمكرم عبيد تراهن مع رفاقه في الورد قال لهم سأهتفوا في العلنية بسقوط صدقي دخل المحكمة يومان في قضية بسيطة محام كبير في المرافعة صارت بعض الوقائع الحقيقية ولكنها هشة يعني فالقودة استاذ مكرم في عندك حاجة يعني نقدر نتعامل معاه هم من كده قالوا طبعا يا فندم وراح قال مجموعة من الامور فابتسموا كده قالوا يعني دي المرافعة ما معناها دي المرافعة وحكموا ببراءة الرجل فبعد ندخل بالحكم قال لهم صدق فكذبتموني وكذب فصدقتموني فليحيا كذبي وليسخد صدقي ويبقى هاتف ضد صدقي هو دي أنا ليه بقولها دلوقتي لعمق المغزة أنه ربما أحيانا يروج لك الكذب بإتقان وكأنه الحقيقة هذا ما نعيشه الآن للأسف هو ده علشان كده حلقة النهاردة أبرز عنوينها مقالي ومقاله بحسب الأهل على تخبطهم هما وفي الغربال يكسوفي وبعضمت لسانه ما بلاش وشموه الحمراء عن أحمد فؤاد أنوار باشا لكن أسرار الملك عن المهندس وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن قبل ما ندخل فيه يوم الحد إن شاء الله فريق الأهلي فريق الكورة هيرجع للتدريبات للسعداد للموسم الجديد بعد انتاء الفترة فترة الراحة والتدريبات هتكون تحت قيادة الكابتن سامي ومصان المدرب العام والاستدعاء كل اللاعبين وانتباعا خاصة الناس اللي كملت فترة التأهيل وبقت جاهزة أتمنى أن نبدأ موسما مختلفا عن السنوات الأربع الماضية بإذن الله عندنا عناصر لو استردت عفيتها وشغفها والتزامها ما فيش أحسن منه كابتن سامي طلب تقرير من الدكتور أحمد أبو عبل عن حالة كل اللاعبة اللي راجع من الإصابة ونفذة البرنامج التأهيل ودرجة جاهزية كل واحد منهم عشان يبدأ يحط برنامج الإعداد النهاردة الشركة اللي كانت معنية بتنظيم معسكر الأهلي في هولندا معسكر الإعداد كان المفروض هيكون من 18 ل28 هذا الشهر الشركة أعلنت أن هي لم تتمكن من استخراك تأشيرات السفر للبعثة وبالتالي بتعتذر عن معسكر هولندا وبيتجه الأمر لاختيار مكان بديل للمعسكر ربما في نفس التوقيت إن شاء الله إن شاء الله طبعا مسألة المعسكر هي الفكرة تاخد الناس بعيد عن الأجواء أنا هو عشان تاخد الناس بعيد عن الأجواء خدوا بعيد عن تليفوناتهم بس في أي مكان ساحر جميل داخل أو خارج مصر حياة في بالغرض هو الحياة كمان فنيا وبدنيا المدربين بيفضلوا مكان بارد شوية علشان يقدر يعمل جرعات تدريبية مكسفة يقدر يتمرن مرتين ثلاثة في اليوم وبيشوفوا إن المناطق الباردة بيتمكنوا من يعني تحقيق مخزون بدني جاية في فترة داخلين على الخريفة أو تجاوزنا الصيف المناطق الباردة ستكون في أماكن كثيرة يقدروا بس المهم يجيبوا التأشير بإذن الله النهاردة كمان تم تشكيل مجلس إدارة ربطة الأندية المحترف اللي بتدير الدورة الممتاز النادي اللي كان رشح الكابتن عماد متعب اللي كان عضو في الربطة أيضا الموسم اللي فات وده الموسم التاني اللي الدورة بتديره ربطة الأندية النائب أحمد دياب رئيس وكابتن عماد متعب نائب واللوى سروة سويلة مشريف صالح وخالد رفعت واللوى صفية دين بسيوني وأحمد النجار دول أعضاء مجلس إدارة الربطة تحض الكرة كمان عقد مؤتمر كل الأمنيات للربطة بتوفيق البداية أقدر أقول لك بداية جيدة لا ترقى إلى الجيد جدا والامتياز ولكنها السنة اللي فاتت ولكنها بداية أعتقد أنها أسست لمجموعة من الأمور التنظيمية اللي لو فعلا تشبست بها وطورتها ممكن نصل إلى الشكل الكويس المسؤولية كبيرة وهم أداء ودود وكويس وعجبني حاجة تانية الحقيقة الأستاذ عامر حسين خلص نفسه ملإزدوجية بتاعت الموسم الماضي كان موجود عضو الرابطة وعضو اتحاد الكرة فاعتذر عن الرابطة السنة ربما يقدر يلعب دور أكتر في الاتحاد أو الرابطة تستدعيه للاجنة على إدارة المسابعات شوف هو كفاء طبعا وخبرات جمدة جدا صحيح ربما كان مقيدا بالتزام في الرابطة نشوف عندما يتحرر يستطيع أن يفعل كثير مؤكد أن المهندس عامر حسين عنده كفاءة وعنده الحقيقة خبرات عالية جدا في إدارة المسابعات في كل التوفيق للمكتب التنفيذي للربطة وأيضا للمهندس عامر حسين اتحاد الكرة عقد فيه مؤتمر النهاردة لنائب أحمد دياب رئيس الرابطة حرص على توجيه الشكر لزميله في الرابطة على المجهود اللي بزالوه في الموسم وقال أن أنا بشكر اتحاد الكرة على التعاون وكل أنديت الدور ومجلس إداراتهم على تجديد الثقة في مجلس الرابطة وقال أن احنا عملنا اجتماع تنظيم النهاردة هيكون فيه كمان اجتماع خلال اسبوع لمناقشة كل الأمور وقال نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق في الموسم الماضي وبنعمل بروح واحدة وهدفنا واحد هو الارتخاب الكرة المصرية بمنسبة الارتخاب الكرة المصرية المنتخب اللي بيقوده البرازيلي ميكالي بيوصل معسكره اللي بيختتم بخوض مباراة ودية بين لعيب الفريقين يعني تأسيمة فازل الفريق الأحمر ثلاثة صفر سجلة أحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد عبد الرحمن أجوير وأحمد سيد غريب إيه ده أحمد سيد غريب ده أجنبي ده ولا فيه فيه إيشو وفيه أجويره أنا عجبني قوي الدوري المصري الكرة المصرية بأتسابير عامرة بالمواهب يعني عندك ميسي وعندك نمار وعندك بيكم وعندك دلوقتي أجويره وعندك هاجة إذا أنت عندك يجي ثلاثة أربعة ميسي الأرجنتين ما عندهش غير واحد فبسم الله ما شاء الله علينا دخلين على أيام مزهزها متفرنجين ده كان إطلالة سريعة على آخر المستدات الخبرية لكن ضربة البداية دايما مع مقالي ومقاله بيحسبوا الأهل على تخبطهم هما يعني يتخبطوا ويمسحوها في الأهل هو ده اللي حاصل بالزبط تمسك تبص على موقع تبص على مقالة تسمع بعض البرامج يقول لك الأهل بيفوض سين ويفضلوا شغالين على سين يومين ثلاثة بعد يومين ثلاثة لأ ده الأهل ساب سين وراح لصاد ويعودوا يلوموا الأهل ليه أنت مش قادر تستخر أنت فشلت مع سين ليه طب ما هو صاد أحسن منه ولا الأهل قال سين ولا صاد ولا عين ولا حاجة صاد ما أحسن منه أنا أحسن منه أحسن منه أحسن منه أنت تتعالي سأحسن منه في سأحسن منه الجمهير الأهل فتذكر لك أسام المدربين مستحيل يجي يشتغل في الدوري المصري لأن منهم لألمانيا يعني في مستوى من المدربين عشان يجي اشتغل مصر أولا حيبقى غالي جدا ثانيا ما أنا قلتلك مئة مرة أن العلاقات الكروية أشبه بالزيجات يعني الرعاية والنادي والمنتج التلاتة لازم يبقوا متكفئين فما تجيبش حد أشد من حده إلا تبقى ما تجيبش النتيجات نفس الشيء مثل لو جبت جراديولا مرة عندنا يعني هتبقى لغته غريبة وأدواته أغرب طيب خليني أنا من وحي الموضوع أسألك وأنت الخبير فيه ليه السرية في المفاوضات أنا عايز أسأل شيء هو إحنا اللوم اللي كان بيتوجه للنادي الأهلي السنة اللي فاتت إيه إن أنت تخليت عن كتالوجك في النادي الأهلي ما كانش حد يعرف عنه أي حاجة إلا ما يفاجئه لما كان بيحصل تسريبات النهاردة فعلا هم تنين اللي يعرفوا في النادي الأهلي فعلا الخطيب وصحوثام غالي واخد بالك حتى الكابتن الساد يمكن ما عندوش كل التفاصيل طيب ده كويس طبعا كويس لأن هنرجع للكتالوجي اللي ناس كانت بتطلبنا بيه لكن في نفس الوقت وحش ليه لأن المناخ العام أصبح بيفسد لك أي عمل كويس إنه شوهولك أصلي ده تردد أصلي دابط أصلي ده حيرة أصلي ده مش عارف إيه أصلي ما فيش أصلي فيه ملف في الكرة ده ملف المسؤول عنه المفوضين عن الكرة لنا ولا حضرتك ولا حد من الجمهور لنا أكثر من إحنا نقول رأينا بيننا وبين بعض وهو رأي غير ملزم فالذي يريد أن يلزم النادي الأهلي برأيه ده بيرتكب خطأ جسيم جدا وبيخرج عن كل يعني أصول العمل المحترف لأن الجماهير متنوئة ده إحنا في أي صهرة فينا قرأنا وبينشد مع بعضه مختلفين طب أهلي يسمع مين في نين الجمهور ما الشخص محدد نقول يعني إحنا مفوضين فلان فلان يتكلم بإسمنا هو ده رأينا كلين ما يحصلش كده فدائما أنت أي خرق هتاخده مش هيجب ناس إذن الإدارة السليمة أنك على ضوء الدراسة والمعطيات اللي قدامك يعني سوارش هل من المنطقة أنك تجيب واحد تقول له يلعب النشئين وبعدين تقول له أنت محقق تليش نتيجة لا طبعا تقييم سوارش ما كانش عن النتائج دي لكن ربما عندما توبع وروقب مع معطيات معطيات الضغوط اللي حيتعرض لها بعودة اللعيب الكبار والمتطلبات بتاعت المسلم جديد حسوا أنه ربما مش هيكون مهيئ لها أو هيظلم فيها أكتر أو يظلم فيها النادي الآن لأنه هو ما اشتغلش والأهل مش عايز يعني يخاطر يعني فهو حساباته ما كانتش مبنية عن نتائج لأن أنت لما تشوف النتائج المنافس بتاعك لعب النشئين ثلاث ماتشات ما تكسبش له واحد اتعادل اتنين وكده أن يخسر اتنين خسر واحد أنت في الآخر خلاص التجربة هو الخطيب الليسه جاي من ست وشهر ده قاله ست سنين بمجلس واحد ومفاوضه الكرة من ست سنين وعلى مدى الخمس سنوات الماضية واستثناءا من الضور التاني بتاع الموسم الماضي اللي له مليون سبب كان نسبة النجاح التسعين في المية عجبني الفنان القدير نبيل حلفاوي قال لوم الناس عملت تتكلم وتقولك الخطيب والإدارة والخطيب أسطورة في الكرة لكن في الإدارة معرفش ايه قال لوم هو ودي أول سنة للكابتن الخطيب إداري قال لوم هو عضو مجلس إدارة كم سنة وأمين سندوق نائب رئيس وتيجي نتيجة أجابية ورئيس مكتب تنفيذ عشر سنين يا سلام على تحمل المسئولية اللي هو أنتم تقولوا إيه يا أستاذ إبراهيم أنا إحنا مش بندافع عن أشخاص هنا إحنا بندافع على أسلوب عمل دفاعنا عن تصرفات رئيس النادي والمسئولين عن الكرة ودفاع عن كتالوج وتقاليد العمل في النادي الآلي اللي هم أمناء وبينفذوها عليها فلازم يلقوا بعض الإنصاف يعني أنك دايما تحط الحقيقة قدام الناس والناس تختار لا نستطيع أن نفرض رأي على أحد ولكن ننبه وشوفنا أن اللي احنا خايفين منه والسنة الفاتد بدأ اتحقها على الأرض لدرجة جماهيرنا بوعيها تنبهت إيه ده إيه ده اللي احنا فيه ده إحنا نرجع تاني نتحد وندعم ندينا لأن اللي بيحصل ده هدف الأخرين صحيح أما وإنه ظهرت خطورة الكتايب واللجان اللي بتشتغل مع ملف المدرب بمجرد ما يعلن اسم حتى لو اجتهادا هيتهاجم أيا كان يبدأ الهجوم الشديد هيتهاجم هو بيتهاجم وهو مرشح أول ما حس أن حد قرب يبتديو هجموه وأحد الأسماء المرشحة دلوقتي يمسك النادي مهم واخد بالك أعتقد مسك النادي مهم في إنجلترا فدخلوك في كاتوجري أو مستوى أنا كنت لما أجيه مدرب مش في المستوى ده وكأنها خيبة الأمل من فضلكم كل المطلوب في المدرب القادم أن يكون صاحب شخصية تتحمل الضغوط صاحب شخصية يستطيع أن يرفع الضغوط على لعبته يستطيع أن يستخرج من كل اللعبة الأفضل لديهم فرديا وجماعيا المدرب اللي حيعمل كده حينجح مؤكد نرجع لملف الصفقات الحقيقة أنا شاف أننا محتاجين عدد محدود من الصفقات التوسع في الصفقات ربما يضر ما يفاتش لأن لو جبت لعب كويس هتقعد لعب كويس أنت بتجيب تحسبا للإصابات والكلام ده والحد دلوقتي إحنا ما عرفناش غير شادي حسين وشادي حسين لعب جيد جدا الناس هتقرنوا بأحمد ياسر وأحمد ياسر ريان لعب جيد جدا أسلوبهم مختلف في اللعبة ربما أنت وعلى فكرة تستطيع أن تحصل على خدمات أحمد ياسر إذا احتجتله في أي وقت تبقى للعقب المتفق عليه المتفق عليه أنك تدفع سبعتاشر بليون وتأخذه لكنك اشتريت دلوقتي شادي بالسبعتاشر بليون فإبنك وتحت عينك وأنا متوقع أن يتقلق وينتج لأنه في كل المراحل اللي فات كان مؤثر أحمد ياسر ريان وبالنسبة لشادي ما رأيته من سرته أنه عاشق للأهلي متيم بالأهلي ألترس أهلاوي كان في المدرجات يبقى دا رجل حييني عنده شغف مش بس حيتحمل بقى أسلوب الأهلي أصل الأهلي أسلوبه مش سهل طريقته مش سهلة أنك هتلعب جماعي وحتعود وحتتغير وحتخرج ومش هتعترض والفريق أهم من الفرد شوية حاجات كده مش كل واحد يتحمل دعنا ننتظر هانة فضلها كم يوم كل الحقائق هتتكشف لكن أيا كان ما سيعلن عنه يجب أن لا يلقى إلا الدعم والثقة والدعم مش حاجة إلا بالثقة يا جماعة من يقدرش يقول للناس لازم تأثق أنت الثقة دي أنت لو فكرت بعالك هتجد نفسك بتمنحها طواعية وهو ده الرائع في الأمر أنك تسق بقناعة مش لأن ده الأصول لا عايزك بالإضافة أن ده الأصول ليجب أن تكون قناعتك مبنية على حاجات تقراها صح تعرف أن النازل ستحق الصق ده كلام مهم جدا يا جماعة في الملف ده لأنه بمجرد ما بيتقال أي اسم الهجوم الشديد بيبدأ من الكتايب واللجان وأنا أعتقد كتير جدا من جماهير الآلي فطنت لده وكشف الدول وحتلاقوا في حلقة النهاردة كتير برضو من أدلة الوضوح الكاملة عن شغل هذه اللي جان ضد الآلي وتركيزها في دائرة والكاذب والتقال اللي خلاني فكرت إنك في نمازي جتير هتستعرضها محض افتراق وكاذب ولكنها محطوطة بإتقان يعني يشكر فيك يشكر فيك بس يقولك إيه اللي أنت لابسه ده مرة واحدة يخلص عليك وانت رايح مثلا تزور خطيبك شغل ممنهج إيه يا ابني ده ده أنت راجل جامد قوي ده أنت مكسر الدينة في شغلك وانت طالع على السليب يقولك بس إيه ده إيه القميس المالح يضربك في التوقيت ليه القميس اللي أنت لابسه كده بأي حب وما كونش حاجة تبتدي تهتز صيختك بنفسك وانت طالع مشوار يهمك يا أستاذ إبراهيم نحن نعيش عصر في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة أصبح الكذب يقود القافلة وفي ناس بتروح ضحياء بيصدقوا حنستعرض نمازج للي بتقال لأن أنا بيحضرني أنا سمعت مبارح وربما يكون حاجة معادة أو جديدة أنت بتقول لستان حستان حنفتحها في وقتها لأنه كمان شوية الجزئية اللي أنا بسأل مهندس عادلة عليها يا جماعة والناس بتجتهد وبيتهموا الأهلي لأن الأهلي بيصرح ولا بيطلع بيان ولا بيأكد معلومة ولا بيقول اختيار ولا بيقول إن أنا تفوضت مع سين ولا قربت من عين خالص بس فكرت بينك وبالنفسك إزاي تفكر بينك وبالنفسك يبدأ بقى الهجوم بمجرد بالأهلي بيتخبط الأهلي مش قادر يستقر الأهلي مش عارف إيه المترددين اللي مش عايزين يصرفوا اللي مفيش فلوس وكلام كله مبني على اجتهادات النازية اتصل بي مجموعة من الناس اللي بتحب الأهلي من قلبها يعني وبعضهم كان قريبا من أحداث محددة الصراع صراع شركات تسويق ووكلاء بمجرد ما يترح اسم وشركة أو وكيل يشعر أنك اقتربت منه بس هو مش بتاعه بوسر الأمر أنهم بيتصلوا بالناس بره يفسدوا لك الاتفاقات والناس يزعل هو إيه ده احنا الأهلي احنا بنتعامل مع مين احنا عايزين شخص واحد بس نتعامل معه وهما مش مفوضين بالحديث باسم النادي الأهلي وتقالت لي بتفاصيل اتقالت لي الأحداث دي بتفاصيل يا أستاذ البرهي لكن أنا عشان اللي ما يحصلش معي مباشرة ما قدرش أردده بثقة لكن أصدقه يصدق أنه ده بيحصل مصدق مصدق أن الصراع الوكلة والتسريبات دي معظمها وكلة وصراع أنك أنت تشوه ترشحات محددة سواء اللعيبة أو مدربين ويبقوا مدربين يقول لك هو المدرب ده قاعد في بيته وانت هتجيب مدرب مرتبط ما هتجيب لك مدرب قاعد في بيته هو فيارة جيم وغيره معظم المدربين اللي انت جيبتها في توريقة هم مش مسكين في ايرا مش معنى كده أنه محشيين وانت كابتن حسام البدري لما راحه في فاقستف وكان قاعد وراح في فاقستف في جزائر ماهو كان جايبينه وقاعد هل ده مدرب صغير مدرب كبير جدا مدرب النادي اللي قال مدرب المنتخب طيب المسألة لو حتلاقي في الورد عيب حتقول له أحمر الخدين فمسألة كده نفكده بقى من الاسلوب ده شوية نشتغل بخناعاتنا احنا ونخلينا مع مسؤولنا وفرقتنا ولا يستدرجنا أحد أن ننقلب على ما نحبه ده كلام مهم جدا هنطلع منه الفاصل وبعد الفاصل كلام أكثر أهمية أهلا بحضراتك من جديد قبل الفاصل وإحنا بنتكلم كان المهندس عدلي عايز يشير لنقطة مهمة عن لقاء تابعته اللقاء ده وحاجات تانية هنجيب سريطة برضو أو حتلاقي بالمقدم اللي أنا قلته لأن حاسيت أن احنا في زمن خطر جدا تستطيع أن تقول أي كلام بأسلوب مؤثر وتلحى عليه الناس يصدقوا أنا استمعت مبارح إلى برنامج للكابتن جمال عبد الحميد مش عارف إذا كان داع الهوى ولا كان معاد غالبا يكون معاد لأن أعتقد أن الكابتن جمال مسافر برا لكن استوقفني أنا سمعت الكلام حسيت أن الكابتن جمال بيتكلم عن فطرته في النادي الأهلي وخروجه من النادي الأهلي وكأنه يشير إلى النادي أنا معرفوه لأن طبعا أشار في الأول اللي كان نحاول في الزمالك وأنه زمالكاوي ولكن راحل الأهلي وكان حيمشي واللي كان حيمشي عشان كان عنده 18 سنة وما كانش حابب نلعب معه في 21 سنة مين 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 قال له الكابتن الجهري اللي هو بيقول لك أبو يا الروح بعد كده وعلى فكرة الكابتن الجهري هو اللي مشاه كان مدير الفن الأهلي وقتها وبعد كده هو يعني الأنقاذ وكل شيء جاي لكن أنا استوقفني فقرة مؤلمة جدا يعني ما تسمح إيدا 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 إزاي يعمله مع الكابتن جمال كده لو أنا معرفش النادي الآلي قال لك أنا لما أصبت بكسر مضاعف فأصبت رجل أعملولي عملية جديدة أول مرة مسامير وشرايحه بتاعه وكان لسه العلم يعني مش متقدم قوي بعد فترة عشان ما تعملش التهاب لازم تتشيل المسامير والشرايع دي فالدكتور مصطفى الشرقاوي كان العيد داخل بعد ثلاثة أيام هيسافر بره يعود مدة فأنا ما كنتش حابب أن يشيل المسامير حد غير الدكتور مصطفى فروحت عنا قال له روح بكرة ادفع خمسمائة جنيه واحجز وأنا حاجة عاملها لك فقال لي أنا روحت بيقول للمقدم البرنامج أنا روحت قابلت مدير الكورة قال له مين مدير الكورة ما عليش مش ضرورة قال له روحت للمدير الكورة طلبت لخمسمائة جنيه قال له عنيها لاتنين بس إيه إن أنا أحدهم لك بس تعلن اعتزالك وحديك كل مستحقاتك بس تخد على سنتين شوف الجبروت أولا هو قال قابليها إن أنا كنت في قوضة نزلوني عنبر وبعد كده أحد الزملاء أكلم الحاجة تيسير فرجعني القوضة وقال علاجه على حسابي عايزي شيري رادي قال لم يتحمل فدي نقطة حنفوتها دلوقتي لما تيجي معا لكن اللي يعنيني إنه لما المقدم البرنامج أثر مين مدير الكورة اللي عمل معاك كده قال له كابتن زيزو كابتن زيزو قال لك أدي خمسمائة جنيه واتبطل قال له آه وأنا مرضيتش رحت بيعت مجاهرات والدتي ورحت دفعت الفيلم منتهى الجحود فيلم هايل جدا ولو كان حقيقة يعني نعاية كلنا طيب ده كلام مهم جدا ده كان في موسم اتنين وتمانين يا جماعة دلوقتي كابتن جمال عبد حميد عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك الله يسهله وينجحه ويوفقه لكن فكرة إنه في كل مناسبة تيجي القصة ديت فيقعد يحكي كلام بخيال يظهر من خلاله الأهل في منتهى الجحود والنكران وإنه مسؤول النادي وقتها كابتن عبد عزيزيح بشافي مدير الكورة تعامل معاه بكل هذا الجحود وهذا النكران والإهمال لإصابته لأنه الكلام فيه بعد إنسان شوية عشان كده للحقيقة وللأمانة وللتاريخ كان لازم أن يكون معنا الكابتن جمال ذكره بالإسم الكابتن الكبير عبد عزيز عبد شافي مساء الخير يا كابتن كابتن زيزو أهلا سألا إزاك يا زيزو بيه؟ زكا كابتن تحيات وتحيات المهندس عدلي إزاك حبيبي إزاك حبيبي إزاك كابتن أخبارك إيه؟ مردوش إلا زيزو بيه زيزو بيه آه أه كابتن سمعت للمهندس عدلي رواه من قصة ذكرها الكابتن جمال عبد حميد وإنت حالك وقتها كنت مدير الكورة المسؤول المسألة تخص قيمة الوفاء في النادي الأهل الحقيقة وذكروا في الواقع لأنه وذكر حضاك تحديدا إيه القصة والحقيقة للأجيان والتاريخ؟ فضل يا كابتن بسم الله الرحمن الرحيم يعني طبعا أهلا بكم الأول أنا أول مرة على قناة النادي الأهل كان من أربع سنين أو أقنى السنين تشرفنا يا كابتن الله يخبر يعني فيه بالنسبة لموضوع ده لو كان موضوع شخصي يخصني أنا ما كنت أتكلم فيه يعني أنا مؤمن بأن الله دافع على الذين أمان وأنا طبعا أمني ماشي بالأرض دافع حياة الله ونعم بالله وفي نفس الوقت لما ذاك بالنسبة للنادي الأهلي ككيان ما بقدرش أن أنا أسكت عنه ده مش حق الواحد ده حق النادي وحق كل مسؤولي في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها لغاية النهاردة وإلى ما شاء الله الموضوع بتاع الكابتن جمال ده ده يعني الحقيقة جمال ذكروا كثير جدا 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 متبالي سنين لفترة وأنا ما فيش مرة واحدة ردد عليه للمرة واحدة باش قلت له بعد تلو رسالة كانت معالكات الرابعة سي قلت له يعني يا جمال ما فيش زاعد تشكر الحاجات دي لأن أنا ما عمدش أنت أقول عليه ولا أن أدل أعمل معك في القصة بقى باختصار شديد جدا وهي طويلة مش سيارة لا خد وقت الحقيقة مهمة قلت أنا مساعد لكابتن حسن 5 يعني كنت مساعد مدير كرة مساعدة أي لكابتن حسن ده كلام ده سنة 81 أي فكابتن حسن جيش فقال لي زيزو أنا مش عايز لجمال عبد الحقيقي يكون موضع في الفئر فأنا قلت له أنا مستانع جدا بقدراته فالمهم في الآخر خالص قلت له يا كابتن حسن أستأذلك في حاجة قال لي صد قلت له ممكن تخليني أنا مدير الكرة بتاعه أنا اللي أصدف له كل حاجة وانا اللي أتبعه وانا الرعيف أي حاجة وانا اللي أركيب عليه قال لي خلاص انت حور فروح تعمل له برنامج بنادي المقاولين العرب مع الدكتور سيد مصطفى الله يرحمه يحبه ذا كان أفضل من يعني كان أفضل معد تأهيلي ومعد وكل حاجة وكان شخصية رائعة الله يرحمه يا رب وحسن فكابتن سيد قال لي جزوا بعتهولي وروحت أترى نعائز من حضرتك تأريب اسبوعي بالتزامه وتواجده والحالة اللي هو أحد فالكلام ده كان تأريبا في شهر أربعة واحد سنين كان قبل المباريات بتاعد دور الـ 32 في كاس أفريقيا كانت مع بطل تأريد فاللي حصل لنفسدنا البرنامج جمال اتزم اتزام غير عادي وجاء لتأريد منه من الدكتور سايد أنه هو تمام التأريد جه فورمة عالية جدا لعب اللي ماتشين في التوقع تأريد زين اللي هو بدور الـ 32 يعني بعد الإصابة لعب لا داخل لسا الإصابة ما حصلتش اه احنا بنتكلم في قبل الإصابة قبل الإصابة المفروض أنه كان هيمشي أنا اللي يبسك اللي هو يستمر من خلال قدرات اللي أنا مقنع طيب كان هيمشي ليه كابتن قبل الإصابة لا هو كابتن حسن كابتن حسن كمدير كورة قال لي أنا مش عايز دولت موجودك في الفك قلت له معلش أنا معلش أختلف معك كابتن حسن ودوه صاحب القرار أنا المساعد المدير بتاعه فقلت له ممكن تخلينا مدير الكورة بتاعه أنا أتولاه فوضك بالمسؤولية دي قال لي أنت حور فعملت البرنامج المهم يعني وربنا كرمه الماتشين بتوع دول 32 وجاب جنين أنا أتذكر في الماتشين دول الماتش التاني بالذات اللي هو كان في القاهرة دخلنا على الصيف ولموس انتخلص اتعامل معسكر في ألمانيا كل دوت طبعا هو موجود مع الفرقة ومنتزم وعلي جدا بقيت أنا مدير الكورة يعني كل اللي أنا عملت ده كنت مدير مستاعد بقيت أنا مدير كورة من شهر 7 وكابت الحسن بقى خلاص بقى مجلس إدارة متفرق الموسم بدأ أو هيبدأ في نصف سبتمبر مدير بدأ ان فترة تعداده خلاصنا في ألمانيا آخر أغسطس وهجعنا القاهرة قبل المباراة بتاعة دور 16 كانت مع بطل دامري دخل في كورة مشتركة مع إكرامي مجمينا كبير وأصيب بكاس مضاعف رجل أنا عايز أقولي هنا بس ملحوظة بسيطة أنا أكتر لعيد كورة أصبت في مصر صحيح الإصابات كانت نعم ربنا علي في سلقياتي أو في اقلقياتي أو صحياتي أو في رضاية أو في إيماني بالله سبحانه وتعالى واستفقت منها جدا جدا كمدير فني وكمدرد وكإداري وككل حاجة والاستفادة الأكبر اللي أنا كمان درستها في تربية رضاية إصابات أو تدريب أو شاب فدي بقت تمان عندي إحساس بتاع العيد البصد المهم بعد ما أصيب أصيب الساعة خمسة اتعملوا كونسولته من أربع دكاترة على رأسهم الدكتور مصطفى الشريق والله يرحم والعملية تعملت بالكونسولته ده خلصت الساعة 11 في نفس اليوم في نفس اليوم يقول لحظاك الساعة بتاع تكن الساعة 5 في الساعة 10 تعملت العملية خلصت الساعة 11 كويس وكانت في مستشفى السلام الدولي مش مستشفى درجة ثالثة كويس المهم أنا أنا رفتله تاني يوم الصدف ساعة 9 أزوره حصل موقف أنا عمري في حاكم أنساء لقيت جمال واقف على رجلي وفي كريبن داش حوالي رجلي وسالد على دهر السرير واقف بالقضاء فلما دخلت أنا اتفاجئت بالمقر فقلت له يا جمال أنا حصل عندي شعور في حياتي ما حسيت قال لي يا كابتن قلت له حسيت بالغبطة مش الحسد حسيت بغبطة إنك انت واقف على رجلي بعد 12 ساعة من الصابق أو أقل 14 ساعة ما شاء الله على إن أنا وقف على رجلي يا كابتن دهر مصاب فقلت له أنا وقفت الوقفة بعد 3 شهور فانت ما شاء الله مما يوحي إن العملات عملت نجحة بتكنيك متقدم المهم العملية خلطت والفريق جاء 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 لتاني يوم في اوتوبيس دار فريق كل ودي كان ذكر المهم الدكتور مصطفى الشرقوي هو المفروض يتابع معنا ويقولنا على البرنامج بتاع قال يزيزو احنا دوقتي في سهر سبتمبر خلاص اعتبر منه خلص اكتوبر نظام بردسمبر 3 شهور دول هيتم فيهم إعداده غدنيا بالتدريج إن شاء الله يبقى عكس الملعب من شهر يناير 82 بقى احنا حصل إن الفترة إحنا كمنا أفريقيا إحنا في 82 لما حصل إن إحنا دخلنا بطول أفريقيا اللي عدنا في دور 16 ده خلصنا كمنا بعد كده بقى في اكتوبر ونظام ودسامبر 12 12 طبعا اللي ربنا كرمنا فيه بطول أفريقيا الأولادية مع الكابتين حمود جور الله يرحمه جمال في الفترة دي غير ملتزم بالمرة في العلاقة كويس طبعا يعني لو في حد وقف معاه كشخص وربنا جعل يسترد بعد النادي الآلي دي هو أنا كويس فجبته قلت يا جمال أنت لازم تلكزم زي ما كنت ملتزم مع التقصير سيد كده وتاخد بالك أن أنا وقفت معاك عشان كان في اقتناع كامل بقدراتك الوقفة نسيت أقول لك بقى الحاجة سيدنا بطولة أفريق فعيز أختم لك بالله هذا حد كان عندي المكافأة بتاعة البطولة على الورق عندنا في النادي في اللوايس ألفين جنيه ماكسيم كانت رقم كبير خمسين ألفين ألفين جنيه أفريق ألفين جنيه اللعيب 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 العشر ما تشاد فعيز أنا أنا ربنا كرمي أولا نبيه كورة ويجعل في بعض رجال الأعمال على رأسهم كيسير بيل هوالي وعبنا عنده عطية الناس دي وقفت معايا وقفة جمدة جدا وفي أقولي أكبر مكافأة في تاريخ النادي الأهلي في السنة دي ألفين جنيه لأ متناشر ألف وستمائة تضعفت ست مرات غير سرايج ذهب غير تجاد غير نجف غير حاجات عينية تانية كتيرة كتا جاءت لنا من أصحاب المصانع الأهلوية وكانت حاجة بصراحة أنا نفسي تجدت بها وكان فضل من الله علي طيب أخسبتك بالله هذا حد ربنا شاهد على كلام أنا خذت الاثناشر ألف جنيه ورحت مجرى العيون بنفسي بالشقة بتاعة جمال عبد الحميد التي كان ساكن فيها مع والدته وإخواته ومدته المكافأة بنفسي كاملة بالرقم كاملة لأنه قال أنا كلية 60% ما خذتهمش خلي بالك بقى فيه نقطة هنا فيه نقطة فيه مجموعة من اللعبة مثلا على رسول النجوم الكبار الإكرامي ومصطفى حبد ومصطفى يونس ومهر همام ومحمد عامر ومختار مختار والخطيب ومش عايز أنسى حد يعني كلهم ما شاء الله وربيع ياسين كل دول خذوا المكافأة الكاملة كويس وعملت أنا مبدأ من عندي كده اللي لقب 50% ياخد 100% واللي لقب 25% ياخد 50% واللي ملعبش خالص هياخد 50% عملت أب جريد لكل حاجة لكل حاجة تخطر على ذلك كويس المهم جئنا على فكرة حتى بالمناسبة المكافأة لتعملت في هذه السنة الكابتن جوهري قال لي إيه ده أنا مش مصدق لأن كده أكني لسه بشتغل في الخليج من كوت راحة المهم كابتن عدل جئنا في يناير عدل فبراير عدل بدأ تلفة نظر جمال لحنا تحكينا عن نهاية المجد كويس ما فيش الكزام خالص أخباروا كلها كان يتبقى عنها بس طبعا يعني لكي حاجات أنا مقدرش أحكيها أو ما حيبش ناس تانية حكيتها على فكرة ناس تانية زميل وحكورها لا لا أنا ما حيبش أكلف النقط دي لأن خلينا في اللي خصك أنت وأنا أساسا ما بحبش أتكلم عموما في الإعلان عن الموضوعات زي كده ربنا بارك المهم أن نجينا لغاية شهر كام شهر خمسة راحت جاي عدت معا قلت لها جمال خلي بيالك أنا وقفت معاك السطر زياد عسلية كنت تستحق أن أنا أسمحي شهر خمسة شهر خمسة بتقول أه شهر خمسة دخلنا على شهر خمسة وكان موعد عودته في واحد يعني المفهود يردع في واحد ما ديش قاعد بقى لشهر خمسة مش قادر يرجع لا خاض لقيت لما جينا في شهر خمسة رح تقاعد معاك قلت له خلي بيالك يا جمال إحنا عندنا معسكر في شهر تمانية لو فضلت على الحالة جي مش تتطلع مع الفرقة وخلي بيالك هيبقى موقفت خطر وأنا أول واحد زي ما وقفت معاك أنا أول واحد هقف مع النادي طبعا بصالح النادي جينا المعسكر بتعلمانيا كان في شهر أغسطس قلت له يا جمال هيتعمل لك برنامج كان معاك محمد عباس هيتعمل لك برنامج انتو الاثنين لو ملتزنتوش فيه أنا مش هقدر أسجلكم على طول كده قد ذال حضرتك سفرنا للمعسكر تألمانيا ورجعنا طبعا ما خدتهوش ولو هو ولا عباس رجعت فاللي حصل لما رجعت ملتزمش داخلين بقى على الآخر طبعا سؤال بس آخر أغسطس لا سؤال كده لما حضرتك سفرت مين كان مكلب بمتابعة برنامجه كان فيه الكابتن سواعب سافي وكان أرهن سلامة أنا بس بأكد المعلومات اللي عندي آه كويس فاللي حصل إحنا بعد ما رجعنا من المعسكر فبسأل على الموضوع مفيش كان حتى ساعتها فيه لعيد جديد كان طالع ساعتها أسامة عراضي أنا ما تذكر آه وأسامة كان ملتزم جدا ويكمل معنا بعد كده ولعب الفاينال التاني اللي هو في ثلاثة وثلاثة وثلاثة المهم إن إحنا جد بعدها على أساس الأمل يكون مهوم أنا كنت جدي جدا معنا جيت وطلع يا جمال بص إحنا عندنا رضاية 28 أغسطس آخر حاجة من ذلك لو ملتزمتش أنا مش هسكلك خلي بالك يا جمال أنا عارف كويس جدا لأن بعد الثلاثين أغسطس أنت هتبقى حور حسيبك تبقى حور لأن أنا عايزك تيجي بإرادتك مش عايزك تيجي غزفن عنك النادي الأهلي اللي يلعب فيه لازم يلعب بالإرادة بتاعة النادي الأهلي كويس فقالي طيب حاضر يوم 27-28 كنت عارف كويس قوي قعد ما كابتنا أحمد رفع طلعنا الحاو وكابتنا برجيلة رضينا جيله الصحة والعرفة واتفق معاهم قالولي بس ينصبر اليومين يوم مفضلين على الشهر جبت أنا قلت له على فكرة أنا عارف كنت قاعد أنه هرده أنا عاد كابتنا أقول كيلة كابتنا أحمد رفع طلع وحتى أنت طلبت عشر دلالة جنيه ومرضي شدوك أي حاجة يعني خديمه بلاش وأنا يوعد الداعي لأن أنا بتكلم معاك بصدق إذا أنا اشتغلت معاك بصدق أنت بقى عايز تبقى في نهادي الأهلي وفي بالك هتجيني بعد بعد التسجين ما يخبر لو أنت عايز تبقى في نهادي الأهلي هقولك أهلاً وسهلاً بس تجيني جبال عبد الحميد اللي أنا عايزه إنما لو عاد يم سلاتين خلي بالك مجتمعه بصدق أهلي خالص حتى لو أنت جتلي بالمنظر التاسع ده اللي حصل بالضبط في هذا الموضوع هل كان بقى فكرة إيه بقى بفك المسامير والخمس تلاب جنيه وطيق وانت قلت له ما بتزل لو اديتك الخمسمائة جنيه وانت قلت له قدهم لك بس الوقت الكلام ده أول مرة سمعه في حياتي وما فيش أي حاجة منه خالص وبعدين نادي بيتفعل 12600 جنيه مكافئة بطولة هو ملعبش منه مكرب متشين من العشرة حيبخل عليه بخمسونيج جنيه واحد عمله برينامج خاص وعمله مدير كورة خاص وكانت في قوضة ونزلتوه عنبر لا 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 حاجة القوضة دي بقى القوضة دي المستشفى دي كان عليها ضغط جامس جدا 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 كعيس هو بعد العملية اتنقل القوضة تاني يوم بعتولي هو نفسه بعتلي قال لي يا كابتن أنا عايز عشان والدتي وحاجة من دخواتي يمعبوض معي خدنا له سويت جناع سويت لوالدته والاخواته مش مش قوضة سويت كويس هو ده اللي حصل هو بعد سويت ده سماع عمبر أنا أجبت أقول هنا تعقيد تعقيد مهم على القصة دي لولا للنادي الأهلي عمله وليولا اللي كانت معاك مجيب كورة وصيب كتير جدا لنه دارس إصابات ما كانش بقى جمال عبد الحميد كابتن منتخب ناصر ما كانش بقى جمال عبد الحميد نادي نادي الزمالي اللي ربنا كرم وبعد كده لولا الوقف أجب على فكرة الموضوع ده اتعامل قبل كده برضو في وجودي بس مع ناس ثانية يعني اتعامل مع زكريا ناصر بس زكريا الراجل شهير لغاية النهاردة هذا ناقض وزكريا كان دي قصة مؤلمة مؤلمة جدا بس زكريا كان الراجل جدا والتزم وكان صادق جدا جدا وكان الفترة بتاعت علاجه يعني كان المفوض يبطل قد نا برضو كان دي قصة تانية في مرة تانية بحكيها لكم طب في الوقت ده كان الكابتن الجهري المدرب ووفقك على عدم قيد الكابتن جمال هو كان 100% اصلا هو قال لي انا شخصيا قبل ما يسافر معسكر وانا قلت له الاتنين وانا قلت له اتعامل مع محمد عباد نفس الكلام هو عشان كده وعلي كده قال لك قال لك انقاذني الكابتن ما علينا يعني هو لبس النادي الاهلي قصة وهمية في عدم الوفاء لم تحدث انا عايز اقول له وعايز اقول له يا جمال انت بقيت نجم في نادي الزمال وفي منتخب نصر وربنا كرمك بقيت كابتن منتخب نصر كاس عالة الحاجات اللي زي دي تنقص من نجوليتك الحاجات اللي زي دي الصدق فيها يزود ويكبرك عن دمنا مش العكس انت هتستفيد ايه لما تقول حاجة زي كده بعدين انا مش هاجي بقى بعد العمر اللي انا عايشت دا كله هاجي اقول قصة مختلقة انا حافظها صم انت حافظها بالتواريخ كمان لانا تبتقول الساعة خامسة والساعة داشر ويقول لك عدت اربع ساعات ولا ثلاث ساعات في العمل يعني احنا جينا اعدنا يبناله عربية محصوص مجهزة علشان نتنيله لا دا قالك رحت في عربية شلوني في دواسة كده لا بتاعت العربية ونقلوني يعني هو حق قصة مؤثرة لا الدواسة دي بقى الدواسة دي بقى قصة ثانية الدواسة دي احنا عدنا من كتر ما احنا خايفين عليه والعيبة تبكي تبكي علشانه مصطفى يونز كان راكب عربية كبيرة شوي في الوقت دا كويس مصطفى رح داخل قال يا كابتن اموكا نجيب عربية عربية كبيرة ممكن ياخد الكنبة اللي برا ونحاول نوصله يقول له مصطفى مش هستحقل الالام لازم نجيب له عربية مجهزة مصطفى داخل فعلا لغاية قط التمنتاشر اللي كان هو واحد ومشينا كلنا وحطيناها مع تكاترة على الكنبة اللي برا لغاية ما عربية الاسعاش جات في صعوبة كبيرة جدا في الوقت دا فهي دي القصة وطبعا يعني زميله طبعا نشاهدين على الكلام دا فانا وانشايف ان هي لها نازمة حتى حاجة سجدت تتآل يعني انا بريد حتى عن الكلام في الموضوعات وبريد عنها خالص كابتن عبدالعزيز احنا بنحب نتحرص صدق ونقول الحقيقة كنت تقدر حكي كل دكة المعلومات عندي لكن كنت اتمنى ان اسمح منك وانت الحقيقة بصقتك في نفسك وصقتك في نديك وتفضلت وفقتي تيجي تحكي القصة اعتقد الناس شافت الحقيقة وانت حتى مش يعني انت مصدق الناس شافت منك لقطات اخطر من كده بكتير ولكن انت تقولهم استشهدوا بزميله حتى يعني ما علينا يعني احنا بنشكرك كابتن عبدالعزيز العفوك وبإذن الله يعني نلتقي في كثير من الأمور اللي هي تستحق ان الناس يشوف يعني الشهود على ما يحدث في النادي الاهلي في حقيقته شكرا جزيلا لكابتن عبدالعزيز عبدالشافي نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني والمدرب السابق للنادي الاهلي والحياء صاحب تجربة كبيرة جدا وصاحب قيمة اخلاقية قبل ما تكون رياضية لان الحياء كان مدير الكرة المسؤول شفت رقم واحد انه كابتن حسن حمدي مدير الكرة في البداية في 81 رأيه متحفز على السلوكيات والكابتن زيج هو اللي اخد على عاتقه انه سبهولي انا هو اصلي كان محمد عباس حكا وقاع لكن دي مش مسألتنا مش دا موضوع انا عايز اقول لك سيد زبراهيم انا ليه اندهشت لما سمعت الكلقيدة في النادي الاهلي ممكن نحصل كده والقصة اللي قالها دي انا كابتن الجهري قال لي قلت له ازاي هتسافر بغير الاتنين دول قال لانا عندي قفة صفاح مش عايز احط حاجة طبقه واصم قال لي كده بالظبط وبعد كده المودش انه رجع يعني ربما اختار فكرة كابتن محمد عباس بيحكي كده بيحكي كده ما علينا يعني بس اقول لك الالفاظ اللي قالها الكابتن انا مش دا النقطة بقى دلوقتي كابتن زيزو حكا وكان حقه لان اسمه جي في الموضوع انا اقول لك بقى انا بخبرتي لين دهشت اي انا عصرت وقعتين النادي اللي يعمل كده مستحيل يعمل الكلام اللي قاله كابتن جمال الكابتن حسين امين والموقف ده اتكرر بعد كده كابتن احمد علي الباك فحسين امين طلع اعارة لنادي مش حقول اسمه وكان في اخر المدة اصيب عندهم اصابة بالغة يعني مش عارف صليبي ولا غضروف حاجة كده وللأسف الشديد يعني كان محتاج عملية ويعني ما قدرش يطلع يعمل عملية الاهلي خدوا صفروا امالوا العملية وقف على رجليه قالوا شوف لك نادي بعد ما عالجوا وصحق اول الناجيري لا وصحق اول وبعدين الكابتن احمد علي الباك وده العب كان هايل جدا طلع برضو عارة واصيب وفي الرجبة ولم يعالج وخدوا النادي الاهلي وعالجوا وعالجوا بعد كده هو راح في نادي اخر او رجع لعب سنة في الاهلي او معرفش ما ظنش رجع على الاهلي مش متذكر دي لكن النادي اللي بيحسي بمسؤولية اي حد بينتمي اليه هو صحق اول على رأيك ده صحق اول بطل ده بطل وراح جاب قسرته وعاش في مصر بقى مدرب في الناشئية امتن حاس بالكلام ده اننا برا القيمة جيل بيرتول لسنة ونص بتعالج مش عارفين كان حيرجع الراجل مرضاش يمضي في اي حت على صباح حصلت له في المنتخب بتاع بلده مع الجوش وإحنا عالجناه هنعمل مع ولادنا كده فدي غزتني جدا او زعجتني مش غزتني ازعجتني ما بيتش يمصدق هو فعلا ممكن يكون حصل معا كده فانا بكلم الكابتن زيزو وقال لي لا انا خوش احكي القصة فقال لي طبعا ده حق اكو حق النادي الاهلي وما لناش تعقيب الراجل قال بقول وديكم انتم سمعتوا واعتقد الكابتن زيزو يعني الليه من المصدقية ما يكفي والشجاعة اللي شفناها قبل كده ما تخليهوش يقول الحاجة الا الحقيقة ده كان كلام مهم جدا في وقاعة بيراد من خلالها مس كرامة او سمعت واخلاق وقيمة النادي الاهلي ووفاءه بلعبته وكسبه بنت في اتجاه اخر فارجو ان الكابتن جمال عبد حميد الرؤية بتوضح واحنا حتى كابتن زيزو كان فعلا رافض تماما انه هو يفسر اي امور اخرى او يتناول اي سلوكيات اخرى او اي اسباب اخرى لكن المؤكد انه الاهلي ما اصرش الاهلي قام بدوره كاملا كابتن جمال بيقول ان انا كنت طالب خمسمائة جنيه مرضيش الديهالي كابتن زيزو قال لك انا وديت له لغاية البيت اتناشر الف فانا اعتقد اللي عمل كل ده هو النادي الاهلي وعشان كده كان لابد من الدفاع عن قيمة الاهلي وصورة الاهلي وسمعة الاهلي خاصة قدام الاجيال الجديدة اللي جاية هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الغربية وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عبر تاريخه محتفظ بقيمه متمسك بمبادئه بيشتغل وفقا للأصول اللي انشئ عليها واللي ماشي عليها في كل الاجيال ومع كل الظروف ومع كل النجوم بيتصرف بمنهجية واحدة او بكتالوج واحد اي حد بيقول غير كده بيبقى حق النادي الاهلي علينا تاريخيا اظهار الحقيقة عشان كده وايضا بحثا عن المزيد من التدقيق كان لابد ان يكون فيه كلام كثير في الغربان يكسوفي يكسوفي بجد لانه تقريبا من اسبوعين ثلاثة اتنشر ونشر عبر السوشيال ميديا وفي مواقع كتيرة التصريح ده اللي انتوا هتقرؤوه الراجل ريكاردو سوارش البرتغالي مشي من النادي الاهلي في ظرف تقريبا هو اقصر مدرب اشتغل في الاهلي في فترة لا بطلر اقصر بطلر كمل وكابتن انور سلاما ساعده لا 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 هو كان مع كابتن انور سلاما هو مش كابتن انور كمل لان بطلر برضو اكتشف فجأة انه لا المسألة الشخصية مهمة جدا كابتن ساذ ابراهيم يعني المدرب اللي ما يقدرش يكون مقنع للعيبة ويسيطر عليهم ويقط اللبس وياخد الفرقة كده كلها يحركها زي ما هو عايز ما تتوقعش منه ان ينجح صحيح فسوالش الحياة لما ماشي فوجئنا بموقع من المواقع في الجول وموقع رياضي مهم يعني منسوب اليه اللوجو بتاعه محطوط على منشور في تصريح للراجل في منتهى القسوة على النادي الاهلي لانه قالوا ساعتها ان الراجل بيقول قد كانت تجربة هي الاسوأ في حياتي لديهم قدر كافي ليجعلوا حياتك مظلمة يجيدون الساق الفشل لغيرهم وما يشغالهم فقط سوى اقاع الضرر بنادي الزمالك حتى يبدو انهم الاخوة والحقيقة انهم اسوأ ما رأيت في عالم كرة القدم انهم يكتبوا دول بيشور على نفسهم الله انا هنا يعني معرفش ازاي موقع وانا هنا بطالب الزمل القائمين على كل المواقع الكبيرة ديت المواقع مؤسرة وليها انتشارها وليها مصدقيات لما ينشر اي منشور وحطوط عليه اللوجو بتاع الموقع وتظهر الحياة محدش بيبادر بالتجذيب او بالتبرق منه يعني كنت تخيل انه بمجرد مدى انتشار عبر السوشيال ميديا القائمين على موقع في الجول يطلعوا انه فيه تزييف حصل لاسم الموقع في استخدام غير قانوني وغير سليم لاسم الموقع ونسبت للموقع تصرحات لم ترد فيه ولم تنشر من خلاله ومالوش علاقة بيها للأسف ما بيحصلش هذا التصرف اللي بيحفظ قيمة الموقع ومصدقيته وحوق النادي كبير زي الاه لممكن ده يكون يمس اي نادي اخر لكن ليه الامانة المهنية لا ترعف ده هنا الكلام في منتهى الاجحاف والظلم والتحامل على الاهل ومسؤولين واتهامهم ان هم شغالين فقط لارصاق التهمة بالزمال لا يعني هو سوارش اما هيزعن هيقولك كل همومي يضايق يذكر ده على لسان سوارش وينسب ده الموقع الموقع ما ردش وعمل ودن من طين ودن من عجين وما عرفش ليه لكن ليه انا بقولك يا كسوفي لانه اول مبارح بالزبط الرجل سوارش هو بالزاد نفسه بقى يقوم كاتب على حسابه الشخص على انستجرام اللي انا هقوله لكم شوفوا قرنه بينه وبين الاكاذيب والطفح اللي تقال ده ده طفح مجاري الحقيقة اللي قالها سوارش قال كان فخر كبير لي ان مسلت اكبر ناد افريقي ناد القرن احد اشهر الانديا في العالم الاهلي العمل الذي قمنا به فيه بهذه الطريقة المكسفة والمتفانية والعاطفية وفي مثل هذا الوقت القصير يشعر الجميع دون استثناء انهم قاموا بواجبهم وقال لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بالقاب من الاحترام والاحتراف والاعتراف باننا قدمنا كل شيء للاهلي اتمنى لكم كل التوفيق وان اراكم في يوم من الايام يعني قال هذا النادي العملاق يعيش على الالقاب وعلى الرغم من كل العقبات قمنا بالعمل لتشريف هذا القميص وتكريمه شكرا لكم جميعا النجاح بالنسبة لنا هو معرفة جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا هذا الفريق من الاكثر خبرة الى اصغر الرجال العظماء الذين اسعدوني كثيرا بالعمل معهم رسالاتي للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين ساعدتوا بمنحهم الفرصة في عدة مباريات اريد ان اترك كلمة عن الشجاعة والثقة لان ما فعلوه في التدريبات وما بعدها وايضا ما فعلوه في المباريات يكشف انهم محترفون رائعون ويجب ان يكون الاهل سعيدا بوجود هذه المجموعة القوية من الرجال وهو ازدواجية المعيير طبعا التدليس هو ده مشكلتنا ان يلنسب اليك مستندين الى منطقية في وجه نظره انه يطلع زعلان فممكن يقول كده بس راحوا زجين بقى بالهدف في الموضوع شوروا على نفسه فانت الحقيقة احساس ابراهيم هذا النوع من الاعلام كاريسي كاريسي نحن نعيش مأساة اخلاقية قبل ان تكون مهنية لانك اذا كنت تجذب ولا تدري انك تجذب فتلك مصيبة ولكن ان تجذب وتدري انك تجذب المصيبة اكبر لانك انت عارف انت بتعمل دي وليه ولما ييجي على رأيك الرد ده هل حصل تعقيب على الرد ده لا اللي قاله سوارش هل لما نزل الرد ده حد اهتم لأ حد قال له هو ده اللي فيجي احنا اللي صح ابدا اه ما حصلش خلاص فاحنا بناخد الكلام اللي معلوش تعقيب فطبعا يعني انا مش متخيل ان الناس دي وظيفتهم في الحياة ان يعودوا وقولوا هذا النوع بهذا يعني التوجه الشرير جدا في اساءة العلاقات والاساءة الى الكينات وتشويه الانجازات اه بطريقة يعني هي بتفضح نفسها بعد شوية والله وصل الاسياء داخل من يظنون انهم يعني موسطين من الاسلوب ده لا صحاب كتير ليا مش موسطين من اللي بيحصل مش متصورين ان الناديهم محتاج لهذا النوع من الاخبار الكذبة عشان يبقى طول عمر الزمالك نادي كبير طول عمر الزمالك بيكسب بطولات بطولات وبينافس هو اكبر منافس للآله اقرب منافس للنادي الآله في تاريخه مهما اتسعت الفجوة لكن هو الاقرب حتى افريقيان كان الاقرب بتاعت دلوقتي خلاص فانت بتبص اصد ابراهيم وما كانش محتاج لكل هذا الكلام لكن انك انت تصور ان التاريخ الزمالك ابتدى من خمس سنين وتربطه بهذا الاسلوب في الاعلام وفي التحكيم وفي التوجيه وفي الاتحادات يعني الموضوع زاد عن حده قوي وما يخدمش يصدقني المصدقية او الشعور شعور بالزهر لما تكسب بالاسلوب ده او تحقق اي لانك انت عارف انت رايح تهيل الطراب على حد بغير الحقيقة يعني والنادي الآله تعمل كل بطولة يكسبها هي بطولة هيفا كل بطولة يكسبها الدولة والتحكيم ييجي الفار يقولك شوف يا اخي شوف الزكاء والمكر والدهاء يقولك كسبنا عشان الفار قبل يعني يحط ايده على البطحة على طول ايوه تكسبت على الفار طبعا هو انت اللي عمل الفار الفار بتاعك انت مش الفار الحقيقي ايوه عمل الفار في الآله اه طبعا ومعاك ده يا راجل ده انت ده احنا العالم بحك علينا في الاحتواء والبروتوكول هو كلام ده تعمل لحد في الدنيا غيرك ياللي بتتكلم عشان اللعيب اللي طالع يتكلم يقولك اه اصلا اه 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 اطالع مبارح في احد القناة يقولك انا اه اه اعشان الفار ولو كان الفار موجود موجود مهما موجود في افريقيا ما تكسب في افريقيا طيب يعني جمهور الاهلي بقى وهو ده اللي يعنينا وهو اللي يهمنا وهو ده الحمى الحقيقي للنادي في كل مرة وفي كل حلقة وفي كل مناسبة بنقيم لكم الدليل على اللي بيحصل ضد النادي وعلى هذه الكتايب وهذه اللي جنة اللي شغالة بهدف تشويه صورة الاهلي والحاق الضرر بالاهلي والتكسير في الاهلي وهذه سقة الجمهور في الإدارة والإدارة في اللعيبة واللعيبة في الجمهور بيدربوا بشكل ممنهج بقول لكم في اكتر من ان انت تلاقي تصريح بهذا الشكل ومنسوب لمدرب مشي من الال في هذا الظرف ومشي بالاحترام والتراضي والفك الارتباط بمنتهى الاحترافية والاحترام ينسب إليه كلام في منتهى الإساءة والتجريح ولولا إن الرجل من نفسه هو اللي كتب على انستجرامه هو اللي عبر عن شعوره وموقفه في التجربة اللي خادها في مصر كمان دلوقتي اللي شغالين عليه في موضوع المدرب الأجنبي وليه الأهل المتأخر وليه الأهل ما بيحسمش وليه 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 رد المحل الرياضي الكبير الكابتن خالد بيومي كتب الحقيقة بيقول تأخر إعلان الأهل عن إتمام التعاقد مع المدير الفن الجديد له أسباب كثيرة أهمها حسن الاختيار والتدقيق في نوعية المدرب القادم في مرحلة إعادة الفريق لمنصات التتويج طبيعي جدا التأخير رغم ضيق الوقت ولكن اسم وتاريخ وجماهيرية الأهلي لا تسمح بالخطأ مرة أخرى في التعاقد مع مدير فني بعدما حيرنا وحير كل متابع كرة القدم التعاقد مع سوارش هناك سبب آخر هو أن الدور انتهى في بداية الدوريات في أغلب دول العالم لذا يجب الهدوء والتركيز في الاختيار يعني خالد بيومي بيقول في الجملة الأخيرة خدوا بالكو أنتوا بتقول الأهل اتأخر قياسا على أن الدوريات الثانية اشتغلت بس احنا الدوريات الثانية دي اشتغلت في الوقت اللي كان الدوري بتاعنا بتاع الموسم اللي فات مخلصش فما فيش مدة طالت بين الموسمين لكن بيشوف أنه إذا كانت الناس شايفة أن فيه تأخر فهدفه وسببه أن أنت بتدقق وأن أنت بتختار وأن أنت بتكون عندك كل المراجعة باختيار دقيق في بعض النقاط لازم تجتمع مع بعضها أنت عايز واحد عنده الخبرة عنده الشخصية وبتتحرع عن الشخصية بشكل جيد قد البودجت أو الميزانية لأن برضو الأوفر بودجت دي حاجة مش كويسة أو لما تكون الواحد ييجي يكلفك ميزانية خارقة أو مش متعودين عليها أولا بتهز ميزان وحتى دي لم ترد كموضوع أستاذ إبراهيم أنا بكلمك المعطيات أنا لسه ما بقولكش نزال اللي حصل بقولك عن العناصر كلها اللي ما بتيجي تختار مدرب فأنت لما تيجي تختار مدرب ما تكلمنيش على مدرب ياخد ستة وسبعة مليون دولار في السنة وتيجي تقولي مرشح للنادي الأهلي وبعدين لما ميجيش تقولي فشل للأهلي أنت يا أستاذ إبراهيم النقطة كمان مهمة هو أنت مش عندك اتعلمت بقى حاجة مهمة أن من الأفضل أن يكون فيه عناصر مصرية في الأجهزة طيب طيب ربما دي يكون قاعد برضو الحاجات اللي بتطلبها أن المدرب يتعاون لأن انت دلوقتي احنا مش عارفين اللي بيحصل إيه بالزبط لكن يطلع يقولك إيه أم صان وسيد ويا نكون في الجهاز طيب ما دي إشارة لإيه أن دي ربما تكون يعني الطلبات النادي أنت بتحاول تحق أكبر قادر من طلباتك مع المدرب الجديد أي فسيبوا الناس تشتغل مش عايزين نفرض نقولهم الصح إيه والغلط إيه في الآخر مؤكد أن هم يعني إدراكهم بالمسؤولية أكتر من ناس كتير جدا من اللي بتنتقدهم يعني طيب ده لأنه بيحصل ترتيب للموسم الجديد زي ما قال خالد بيومي لأنه الوضع مش سهل أبدا في التراحهم ده واللي حصل النقد الرياضي لدكتور طارق الأدور أيضا أشار لمشكلة شكل الدوري في الموسم الجديد ونظامه اللي يؤدي إلى استمرار نفس الضغط اللي حصل قبل كده فقال طارق الأدور في الجمهورية أشعر بأن الموسم القادم سيشهد أزمات مماثلة لما حدث في السنوات الأخيرة ليه عم؟ قالك بسبب التمسك حتى الآن بدورة 18 نادي بنظامه المعتاد بعد أن تأخر جدا إعلان نظام المسابعة في الموسم القادم وقال طارق الأدور الموسم القادم لن يكون بالازدحام الرهيب لأجندة الموسم الماضي بعد تأجيل كاس الأمم الأفريقية لكن سيكون من حسن حظ ربطة الأندية أن الموسم غير مزدحم بما يكفل الانتهاء منه مبكرا لتعود الكرة المصرية لبرنامج منتظم أسوى بكل بطولات الدوري في العالم ولكن إقامة بطولة الدوري بنظامها المعتاد زي الأربعة وثلاثين أسبوعا بالإضافة إلى ثلاث جولات متبقية في بطولة كاس مصر الموسم المقاضي وخمس جولات في الكاس الخاصة بالموسم الجاري بالإضافة للصبر الخاص بالموسم الماضي والصبر الخاص بالموسم الذي لم ينتهي وسابع جولات في كاس الرابطة التي ستقوم للعام الثاني على التوالي ليكون مجموعة المباريات المحلية واحد وخمسين مباراة وعلى المستوى الأفريقي ترتبط الأندية بستاشر مباراة على الأقل في دور الأبطال والكونفدرالية رجعنا للستة وستين وسبعين بعيدا عن احتمالية مشاركة الأهل في كاس العالم للأندية إذا مثل أفريقيا ثلاث أندية في النظام الجديد ليرتفع الرقم إلى سبعين مباراة خاصة بالأندية وبالنسبة للمنتخب سيكون مرتبطا بثلاث مباريات رسمية بالإضافة إلى مثلها على الأقل مباريات ودية يرتب لها روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب لنصل إلى ستة وسبعين ارتباطا على الأقل للعبين المميزين في مصر وهو أمر يشير إلى احتمالية تكرار ما حدث في المواسم الماضية للكرة المصرية لذلك بيقول طاري الأدور كنت قد طالبت ربطة الأندية مرارا بالتعاون مع اتحاد الكرة بالبدء في استراتيجية تقليل فراء الدوري قبل انطلاق الموسم القادم بلائحة جديدة تقل العدد الأندية إلى ستة عشر فريقا في الموسم القادم بهبوط خمسة وصعود ثلاثة من الممتاز به بنظامه الجديد الذي أقره اتحاد الكرة وبالتالي تقل مباريات الدوري للموسم بعد القادم إلى تلاتين أسبوعا بدلا من أربعة وثلاثين ثم إلى أربعة عشر ناديا تلعب تلعب ستة وعشر أسبوعا فقط أي ما يوفر تمانية ثم يعود في موسم أربعة وعشرين خمسة وعشرين بالتقليل مرة أخرى أسابيع كاملة عن الوضع الحالي بيقول طار الأدور بعد كل اللي عملوا ده لكن لم يتحرك أحد لإنقاذ ما حدث في المواسم الماضية إلى الآن وهو أمر يعني تكرار مقاس الماضي لأن أحدا لا يستطيع التنازل عن مكتسبات دوري الثمانتاشر طبعا الكلمة الأخيرة بتلخص حاجات كتير التناقض على مستوى العالم مش في مصر إنه والدنيا مضغوطة واللعبة بقت مكن بياخدوا مرتبات عالية المدربين بياخدوا مرتبات عالية الإنفاق في الأندية بقى مزهل جدا بره وجوه ومحليا ودوليا وفي الدوريات الأجنبية ورغم هذا تجد الاتحاد الدولي بيسعى إلى زيادة المصابقات وتجد أن الربط عندنا بتسعى إلى زيادة المصابقات ليه؟ لأن أصبحت الصناعة عايزة أضخ أموال من خلال تكبير ما يسمى الباقة الباقة اللي أنت بتاخد عليها الفلوس كبر عدد المطشات فعشان مش فأنت العقل الفني والعدالة الفنية تقتضي أنك تقلص عدد المطشات المصلحة في صناعة مكلفة في زيادة عدد المطشات طبعا في ضحايا في النص بتحصل واللي يقول لك أن الدوري بره الميزة التنفسية فيه جمدة البطل ما بيعودش مدة كتيرة ده نتيجة أن البطل بعد شوية بينهك ويطلع حد فريش يكسبه فتجد أنك باريس سان جرمان داخل في الصورة بقى دلوقتي وهتجد أن بايرن اللي بيخش ويخرج ليفربول حصل له إيه دلوقتي خلاص وصل لأقصى ما يمكن من جهد وفن مش معقولة ما نيه يعني هو عامل كان عامل الفرق ده لا طبعا مدرب الأحمال البدنية عنده السابق بيقولك ده بسبب عدد المطشات الكبيرة اللي لعبوها السنة اللي فاتت ما يقدرش فريق يحتفظ بالمكانة سنتين تلاتة وربعة بما فيهم ريال مدريدي اللي كان مكتسح ولا برشلونة اللي لما ضرب غدسه بالصعوبة بيلمي نفسه دلوقتي المان يونايتد يا دوبك بيتشمله ريحة السنة دي العالم كله يعيش هذه المشكلة اللي كان عندنا نتيجة ان احنا كمان مش بس في كسافة في المطشات في فوضى وفي مزاج وفي ادارة فردية واحد يدير لك الليلة وقال لك ايه الغداء وعمل ده وعمل ده وساوي ده انت في حالة من العبثية والعشوائية في ادارة الكرة في مصر بتخليك كمان مش مد التنظيم اللي يديك انك تقدر تتجاوز الازمة دي انا متفق مع من ناحية الفنية ومن ناحية الصحية مع الكابتن طاري الادور ولكني لا اظن ان يحدث هذا طيب اما لين لا يحصل الاساس حسن مستكاوب في الشروط تحدث عن احلام الموسم اللي جاي وقال انتقب اتحاد الكرة من الجامعة العمومية لادارة اللعبة بما يتفق مع المصلحة العامة وتطويرها الى الافضل من جميع الوجوه ولا احد يطالب الاتحاد بما لا يستطيع وكذلك ربطة الاندية ولكن هناك ما يمكن اخراره فورا مثل الانضباط فعلا ايه الصعوبة ان انت تعمل انضباط ده ايه ده مربط الفرص لان الانضباط عايز عدالة عمياء مش موجودة عدالة عمياء مش موجودة في ادارة كرة الخدر طبعا وهنا الحقيقة يعني الربطة قالت ان هي هت تستحدث داخل تنظيم ربطة الاندية لجنة للانضباط خاصة بالمسابقة عن كل عناصرها وقالوا ان احنا هيكون عندنا القدرة في معاقبة كل اطراف العملية هل ده هيحصل هل هيبقى فيه حد مستثنى هل حد بيمنح الحصانة انه يسيء الى اي حد بأي طريقة بس الاخرين هم اللي يتعاقبوا دائما ما نتحدث عن اهمية تغيير اللوائع تغيير القانون حتى نستطيع ان نصل الى مرحلة الرضع ونقدر اللعب ليس في القانون قانون موجود موجود كل شيء اللي عايز تربحه لكن ارادة الرضع هي اللي مش موجودة لانها ملونة صحيح ملونة فبيقول اللي استاذ حسن المستكاوي الانضباط توقيع عقوبات على جميع عناصر اللعبة في حالات تجاوزها ففي الكرة المصرية ظاهرت الاعتراضات على التحكيم لأسباب تافهة ولكنهم يزايدون امام جماهيرهم كأنهم حماة حقوق النادي فانتجت الكرة المصرية فوضى غير مسبوقة وعلى سبيل المثال اخذ الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اجراءات فورية في النظر في واقعة في مباراة ليفربول ونيوكاسل حيث ظهر ان احد اعضاء الجهاز الفني اللي نيوكاسل وهو يلقي بزجاجة على مقاعد بودلاء ليفربول بعدما سجل فافبيو كارفريليو هدف الفوس في الوقت بدل الضائع وهذا امر يستطيعه الاتحاد المصري وفقا لقواعد المساوة وهو العدالة الصعوبة ان انت تعاقب اي حد غلط او ان انت توحد معايير العقاب على الجميع ارادة العدالة بيقول كمان حسن مستكاوي عند المقارنة بين الكرة المصرية وبين غيرها نضع الممكن وليس المستحيل فمن المستحيل مثلا ان نطلب من الاتحاد ان تنتج اللعبة ارادات بالملايين او المليارات كما حدث بالنسبة للكرة الانجليزية التي وصلت اراداتها المجمعة الى اربعة مليارات وتسعمائة مليون جنيس ترليني يعني خمسة مليار وتسعمائة مليون دولار في اول موسم كامل عقب جائحة كورونا لتكون داعمة لاقتصاد الدولة يجب على اتحاد الكرة رسم اجندته للموسم القادم فلا ينتظر حتى 15 اكتوبر خبل انطلاق المسابقات لتحديد برنامج اعداد المنتخبات ويقول الكرة المصرية في اشد الحاجة الان الى موسم استثنائي بعد مواسم استثنائية وعلى الرغم من الحرص على شكل مسابقة الدوري وعدم تغييرها كما حدث من قبل في فترات قديمة الى دور المجموعتين فان الموسم القادم يستحق ان يكون الدوري بنظام البلاي اوف لتوفير اسابيع حيث يفترض ان ال 18 فريقا سوف يلعبون 26 اسبوعا على ما اعتقد بحيث تتبارى الفرق الثماني الاولى على البطولة وتتبارى الفرق العشر الاخرى على مراكز الهبوط والمهم جدا ان يعلن سيناءت الكلام ده قبل كده اه في نفس الطريقة دي وانا عايز اقولك الحاجة ما سمعتوش هنا عندنا وساعتها كان اللي قالوا والحى عليه بس بره ادارة المسابقات الحاجة عامل حسين وانت اكدت عليه هنا في الحلقة مرارا وتكرارا طب عامل حسين بقى دلوقت هو المسؤول الاول عن المسابقات لما سألته قال لي انا طرحت ده وعلى الاندية بس الاندية رفضت ايه الحل ليه تاخد رأي الاندية انت بتاخد رأي الاندية في ايه ما انت عارف الاندية هترفض وعلى فكرة الاندية ساعت بترفض من باب ان التغيير الله اعلم حيضرها في ايه معاني فيه اندية كتير ممكن لو قلت عدد المطشاط تقلع بقها لان فيه اندية بتخسر في المباريات مش بتكسب الاندية اللي هتعترض الاندية اللي بتكسب من المطشاط طب الاندية اللي بتخسر يعني نادي زا اسوان ده اللي كان بكعب داير كل ما تكتر المطشاط بره هو بيخسر او يتحمل اكتر فانت هم حتى لما بيقولولهم لما بيقولولهم مثلا انت خدت رأي الناس اسألك سؤال لما غيرت قبل كده خدت رأي الناس طب لما زودت من 12 ل 14 و 16 و 18 خدت رأي الناس المفروض يكون حصل لانه تغيير نظام المسابعة محتاج جمعية عموية تغيير نظامه دي في اللايح عشان تغير شكل المسابعة لازم ان تاخد رأي الاندية يا سيدي هو ايه كان بيغيره قبل كده بالجمعية العمومية هو بيجيب الجمعية وبيخلي جمعية توفيل على اللي هو عايزه جمعية وإحنا لما عملنا دور مجموعتين خد رأي جمعية العمومية ولما رجعنا للشكل الأصل خد رأي لا ما حصلش الكلام ده ده أنا فاكر مرة كانوا عايزيني يوعملوا دور مجموعتين بس ساعتها كان 12 فلق 14 فلق وانا روحت الاتحاد وما عادين كده وصارت وجهة النظر فاللي هو حرب هالي جيت بوصيل الدني شوفت هو جان جايبه وعشان حاجة معينة لا يعني ولا جمعية عمومية لحاجة كان حتى أخذ القراءة يعني ما كانتش جمعية عمومية أستاذ براي مش مدرورة جمعية عمومية العامة للاتحاد بس أعضاء المسابعة ما حدش ما حدش لكونت فرضت الأمر الواقع كان حيشتكي وانت لما عملت قبل كده في الستينات دور المجموعتين خدت رأي حد بس الأندية المشاركة في المسابعة نفسها لازم يوافقه ده وجهة نظرة لكن ده مش اللايحة اللايحة بتقول كده لازم يوافقه وعمل فوتينج أصلا إنت لو كنت دعايت باجتماع رسمي تدي في الأجندة كذا وعايزين كذا يبقى ده حصل فوتينج لكن استطلعت رأي الأندية فقاله هو استطلعات محدش وافق وقال لك ما فيه بالأهل هو الأهل حيبدل طول عمره يعترض لوحده هو الأهل مش عايز يرتاح طبعا إيه اللي يدير النادي الأهلي إن يلعب مجموعتين أو الزمالك أو حتى بيراميز إيه اللي يدير مجموعتين أو 12 نادي أو 16 نادي أو 14 نادي إنما حتجد الشكوى من الصاعدين والناس اللي هي عايزة تستنى في الممتاز كل ما عدت عدد فرق أكتر ففرص النجاح أكبر ودول مش مدارين في حاجة في ضغط الجدول في ضغط الجدول مش مدارين اسمع بس ما انت لما تنزل ثلاثة غير لما تنزل خمسة في النزول ماشي لا أنا في ضغط الجدول مش مدارين هم مش مدارين خالص ده بيقعد في بيتهم شهر ويجي قبلك ويديك فول باور يخلص عليك ها بالضبط أنت بتخسرش إلا في الأندية الزغيرة ها واخذ بالك فأنت الليل مرتاحة يعني مش الزغيرة حجما يعني أنت الليل ما عندهش انتزامات إلا بره أفريقيا يا سيد إبراهيم أي احتمالات أنك تقلل العدد ستقابل بمقاومة واعتقد أن ما فيش رغبة في التقليل لأن بحسابات طيب هو الاتحاد الأفريقي بيعمل دوري السوبر ليه عايز يكتر المطشات عايز يكتر المطشات ووسع القاعدة طيب الاتحاد الدولي عايز السوبر ليه اللي أوروبا رفضته هنا لأنه ما عندهمش طاقة بقى عايز يكتر المطشات الفلوس تكتر والرعاية كتر والباقة بتزيد هي معادلة صعبة طيب لكنه حرام على الأهلي حلال على جميع الأندية ده زي ما قال مجد النوار في الجمهورية قال لن أقول أنها مؤامرة يتعرض لها الأهلي ولن أقول كما يقول البعض أنها حرب أو تربص من أجل شخصيات معينة ولكن ما يحدث في بعض الفضائيات وجميع وسائل السوشيال ميديا يؤكد أن هناك من يستطفل المياه العاكرة من أجل إفساد حياتنا الرياضية والكروية وإثارة الفتنة والتركيز على كل ما يحدث في الأهلي لحظة بلحظة واستغلال أي قرارات يصدرها النادي على أنها سلبية وغير منطقية وأنها إهدار للمال العام بيقول كمان مجد نوار من الطبيعي ما تلي نوع فينا لحظة أستاذ إبراهيم لأن دي أسلالي بتفكرك بمشهد ما حاجة يتكلم فيه خالص أنت بمجرد بقولت لكابتن حسام عشور السنة اللي فاتت شكرا له وحكرمك على الأعلى مستوى وهو هاجة الدنيا هو مجد وإزالي أهلي يعني كده الزمالك السنة دي أعلن أن فيه أربعة بره القائمة منهم كابتن الفريق اللي لما طول بمين يجدد كان أول واحد راح جدد حازم إمام حازم إمام واللي قطع وشرايينه عشان نادي زمالك في كل مرة دخل فيه رهان العشق والكراهية اللي هو الموضة الجديدة دي وشفناه وهو لما رمضان صبحي وقف على الكرة دمه كان حامي ونزع عمل خناه رغم أنه كان في المدرك يعني الراجل زمالكوي حتى النقاع وكابتن النادي مع السلامة فاجأه بدون سبق أيما نحفني مع السلامة محمود الوينش الهداف محمود علاء محمود حطته في واحد محمود علاء الهداف من سنتين واللعيب اللي كان يجيب الدرب أحد الرموز في نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت مع السلامة محدش تكلم طبعا الغلبان الفيروت ده اسمه السعيد اسمه إيه عمر السعيد عمر السعيد عمر السعيد ده راجل يعني يعني سنتين وقالوا له هل حد حد ناقش هذا الخبر مجرد منقشة مش إنه هو حتى يستنكره ده ممكن تطلع تأيده أسئي دي حسسني إنك شفت إن فيه حاجة حصلت إنما أخبار ترمت وإنت في كل لعيب تيجي تتكلم عليه ياسر ريال بتوديه أحمد ياسر ريال ويجيب لعيب يطلع ويقول لك تعال إحنا عايزينك وأبنا مفتوح قال لك تصدير الأزمة للنادي الأهلي وتضخمها الناس كلها عمل أنت جيبت شاد حسين وسبت ما هو ابنك يعني بتنقشني في صلب قراتي الفنية وكأني مش مش صاحب حق فيه ولولا إن وليد سليمان راجل مخلص و وراجل عاقل وراجل فهم قيمة النادي الأهلي كان من الممكن برضو التركيز يوه واصلي هو النادي الأهلي كده ويأكل عياله وبيأكل كنا دخلنا في قصص لكن كل دول ما بيتكلوش ها دول مع السلامة وقابليهم كل سنة هتجد النموذج ده بيتكرر محدش تكلم فيه حاول حاول ما يجد إلا أنا موفق عليها مية المية صحيح طيب كان ممكن وليدي يستدو قضية وليد سليمان ويعملوها قصة كبيرة لكن خالد بيومي قال على وليد سليمان وليد سليمان نجم أخلص للفن الله الحمراء من زندمامه في 2011 وهو لاعب قل ما تجده في كل أنديت مصر إلا قل قليلة تعرف معنى الانتماء خاصة وأنه ليس من أبناء الأهلي إنما هو لاعب سطر تاريخا مزهلا فضل اسم النادي وتاريخه على اعتبارات أخرى فضل البقاء في القلعة الحمراء ليكتب نهاية تاريخه الكروي الحافل داخل صفوف النادي الذي أحبه منذ الصغر ليصنع له ولي أبنائه اسما داخل تاريخ النادي واعتقد أنه وأسرته يفتخران به بعدما حقق معه ما يتمنى أي نجم آخر ولأنه وليد سليمان الوافي المخلص في عمله الاحترافي نتمنى له تاريخا جديدا في عالم جديد قريب من المستطيل الأخضر وبيقول خالد بيومي جماهير الآلي تعشقك لأنك آخر سطر في الإخلاص والوفاء لقميص ندي عايزة أقف عن حتة آخر سطر هو يعني الريحة الأخيرة من الجيل الكبير جيل بركات وأبو تريك ومتعب وجمعة إنما هو السطر الأخير في منظوم الدور أو لا في النوعية دي آه لا عشان كده أنت مش سمعتين أنا بقول يعني أتمنى أن أرى ساعد يسامير له دور في القادم لأنه النوعية بتاعت بقى أن يبقى لك حد كبير موجود إخلاصه واضح وشخصيته وتأثيره واضح النهاردة لما بيشوف رامي ربيعة ودوره وخصوصا في قيادة مجموعة النشئين وكان مش نتيجة إنه بيقولهم عملوا سووا بيقمر عليهم كان بيجري أكتر منهم وكان بيغطي عليهم جميعا لكن كبت هو ده النموذج القيادة في الملعب أنا مش بطلب منك ما لا أفعله أنا بفعل ضعف اللي بطلبه منك دي النمازج اللي تقدر تقول عليها كبت الشناوي لا في عناصر لسه وغيرها غيرها والسليا وأيمن أشرف أنا لسه بس والسليا أيمن أشرف الرجل اللي مالوش صوت ده وكل ما تقوله حاجة يعمله ويعمله على أعلى مستوى لحد ما جات له الإصابات سواء معك ولا مع المنتخب فانت ما زال عندك من العناصر قادرة أنها تشكل الجيل اللي ياخد بإيدي اللي طالعين بس ربنا يحميهم بالإصابات ويكونوا يعني الفترة الجاية منتظمين ويتقلقوا لأن هم دول النجوم الحقيقين في الدور المصر والله ده أكيد والدليل أنه حتى اختيارهم للمنتخبات في الوقت اللي كان الكل بيشكك فيهم كان الاتحاد الأفريقي بيحط خمسة من لعيبة الأهلي ضمن الأفضل في أفريقيا الموسم المنقضي لكن لدى الآخرين كانت المسألة واضحة من خلال هذه الكتائب وهذه اللجان اللي زي ما افترته فبريكت على لسان الكابتن ياسر ريان الإساءة في حق النادي واللي الرجل طلع تبرق منها تماما وفا أنه ممكن يكون قال كده بأي حال من الأحوال لكن بتستمر مع ريكاردو صدرش مع ياسر ريان ده قال لك قلة أدب لأنه فعلا كانت في منتهى الإساءة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف بقى أمين اللي تمسك من عظمة لسانة أهلا بحضراتكم من جديد يعني شفنا كتير في الغربال وإحنا المهندس عدلي من شوية لما تكلمنا على أنه إزاي النادي الأهلي لما يلصق بيه حاجة يتاهم فيها موقع من المواقع وأنا قلتلكم موقع في الجول تحديدا لأنه اللوجو بتاع النادي آه اللوجو بتاع النادي بتاع الموقع هو اللي تخطى على هذا المنشور وده موقع له مصدقيته له حضوره المهمة في الإعلام الرياضي الإلكتروني عشان كده أنا بتمنى منهم ومن كل المواقع ومن كل حتى وسائل الإعلام اللي ينسب إليها أو يستخدم اللوجو بتاعها على غير حقيقتها هي اللي لازم أن تبادر بالتبرق من ده ده إذا كان نسب ما هو لأ هو نسب هو أصله عمل إيه هو خط على السوشيل ميديا صورة وخطت اللوجو بتاع الموقع أسألك سؤال آه لماذا لما يتبرق في الجول منها بص ده ده اللي أنا بطالب بيه أنا معرفش هما ليه ما عملوش كده بس هما وغيرهم لأن الحقيقة ده بيتكرر وقعت ياسر ريان اتكررت لمواقع أخرى برضو أي موقع أو أي وسيلة إعلام ينسب إليها زوراً وزيفاً تصريحات لم تنشرها وكلام هي مهاش لها علاقة أنت بتدافع عن مصدقية اللوجو بتاعك بتحافظ على صورتك بتحافظ على القيمة بتاعتك عند الجمهور عند المتلقي ولما المهندس عادل أشار أشار إلا أنه التدليس حصل من الكتائب واللجان المندسة مش من المواقع ده أنا قلت ما عنديش حساب على كلام شكوين يعني شكروني عليه آه بعضاً من الجميل قلت لهم والله ما قلت آه لأنه مليش حساب لأنه أنا لو سبت دي تعدي نفس الموقع بقى هيحط السم بعدك ولذلك هو الأشار إليه المهندس عادلي أنه فجول ما دلسش ولا بقية المواقع دلست اللي ارتكبت هذه الجريمة المهنية اللي جان والكتائب المندسة بتستخدم أسامي المواقع وأسامي البرامج وأحياناً أسامي المشاهير يعني زي ما المهندس عادلي بيقول يتعمل له حساب وبرنامج بتاعنا وبرنامجنا نفسك ملك وكتاب يتحط ملك وكتاب ويتكتب تحتها أي حاجة هي ده هو ده التدليس اللي حاصل إنما بقية المواقع وبقية الوسائل العلام اللي جاد هي اللي المفروض إن هي تبادر بالتبرق وتبادر على الأقل بنفض كل هذه الأساليب وهذا الغبار اللي بيلسقه البعض بيها لأنه أنا شايف إنه الكتائب واللجان إياها شغالة بهمة شديدة جداً الجمهور بدأ يكشفها لكن على المواقع المسؤولة والمنضبطة إن هي كمان هي اللي تتبرق مما ينسب إليها أو يستخدم فيها شعارة وده مهم جداً صحيح إذا كان كل ما حدث فرزنهولكم بالغربال يبقى هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه ما بلاش ما بلاش بجد إحنا بنتعرض لكل اللي بيحصل من التحكيم وبنسكت بيحصل تجاوزات في تطبيق القانون من جانب الفار وبنسكت يتقال شوية إنه روح البروتوكول وإن الاحتواء وبنسكت يتم التأثير على البطولات ومنحها وتوجيهها وبنسكت لكن يطلع بعض الناس تتكلم كمان على بطولات الأهل وإنه لو كان هيحصل معرفش إيه نموذج من ده اللي قاله الكابتن محمود الوينش ومش بعض الناس يا سيد براهيم الخطورة إن أنت بتدخل اللعيب وهي بتلعب في رهان الكراهية ده أيوة والإفتراء والتجرؤ على نادي تاني إنت طالع بتحتفل بناديك بتجيب سيرة النادي المنافس بتاعك ليه وقته تشكك فجأة في بطولاته وتلقح كلام هذا عمل نتيجة يا إما توجيه هو طالع بس أقول كذا لأنه متكرر مش هو بس اللي قال كده أكتر من لعب يمكن اللي نفد من الفخ ده كابتن زيزو لأنه هو يعني من جوه منضبط شوية ويمكن عنده سخة في نفسه مش محتاج إنه هو يرمي بياضه قوي قوي بالطريقة دي عشان الناس تحبه معتمد على كفاقته واخد بالك لكن لما يجي الكابتن وينش يقول اللي أنت هتسمعه لنا لا يترد عليه وهو يكتر خير إنه قال كده لأنك تعالي تعالي نسمعه ومش هنسى الجون ده الجون الكابتن محمد بطريقة طبعا ليه كله لاحترام والتجدير كان جون لو كسبوا الجيش هياخدوا الدور وإذا مالك نفس اللي بنات تقريبا يعني وراقبين من بعض كرة عرضية كده أنا وراق جون زي أحمد ومصطفى كده كبن عمد مصطفى الله يمسي في الخير زقوا كده وراق لعب الكرة بدنا وراحت جايا جون وخدوا الدور بكرة زي دي أنا سمعت أنه بقوله أنا كنت وراق جون واضح أنه كان من ناشئين بسم الله ما شاء الله علي من حبه في زمالك حفظ 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 الجدول وحفظ تاريخ المسابقة وحفظ يعني ما تقول لنا المسابقة دي انتهت إزاي هقول لكم حاجة أولا زي ما المهندس عاد لأشهار هو كابتن الوينش وكل لعبة زمالك من حقهم يحتفلوا بالدور ويفرحوا ويفرحوا جمهورهم ويعيشوا كل السعادة لكن إيه لازمت تلقيحوا الطوبة على الأهلي فترتد الطوبة على وشه هو الراجل لأنه بيقولك وهذا برضو كمية الغرابة في الموضوع أنه لولا الأهلي يكسب الجيش بالزقة بتاع تابوتريكا كان الزمالك هيخد الدور لا ده بيقول بمناسبة إيه لو الفار موجود كان راح الدور وكان الزمالك خد الدور ما معناها يعني هقول لكم لو الفار موجود كان هيحصل إيه لكن مبدئيا أنتوا عارفين الموسم ده اللي لسه الناس ملحقتش التنساء يعني 2008-2009 عارفين في الموسم ده اللي الزمالك كان هيت لو الأهلي اللي الزقة دي خد بها الدور عشان تشوفوا كمية الكذب والادعاء الزمالك في هذا الموسم يا جماعة كان الأهلي والإسماعيل المتساويين في 63 نقطة الزمالك كان كام السادس ب42 نقطة يا راجل يا ونش أيوة الزقة دي فيها يا ونش فيها 20 بنت الوحدية يا ونش دي الواحد وعشرين نقطة فرق اختصرتهم واختزلتهم في الزقة ده الكلام اللي أنا بقصده خلي الجدول ده شوية خليه موجود لأنه الحقيقة بالرقم اللي أنتوا شايفينه والفورق اللي أنتوا يبدأ إفهام من الأجيال الجديدة أنك أنت لولا الزقة دي اللي خدت دور بالزقة بتاعتها بوتريكا في مطش الجيش زي ما بيتقلهم لولا هدف حسن شحاتها كنا خدنا الدوري وده مش صحيح لأن أنت كنت حسب لك مباراة المنصورة بغير زي حق وبقية الموسم كان فيه تفاصيل كتيرة لكن أنت بتروج لكسبة للأجيال الجديدة اللي ما عاشتهاش أو حتى الناس الكبيرة نسيتها فتبدأ فيه فرق 21 نقطة الوينش يستغلها هنعتبر يا سيدي أنه معتبر هو الإسماعيلي واحد فبيعتبر أنه كان منافس ماشي هنقول بقى حاجة كيف وصل الأمر أن يتساوى الأهلي والإسماعيلي الموسم ده مع أن البداية الدور الثاني كان الأهلي سابق بعدد مريح جدا من النقاط وكان المتش ببنطين مش بتلاتة صحيح أولا المباراة دي اللي بيتكلم عليها خلص التلاتة واحد مش اتنين واحد يعني مش زاقة أبودريكي هي اللي فرعت مبدئيا شيلها أزيدي آه ثانيا الموسم ده نفسه الأخطاء التحكمية اللي أضرت بالآله كانت غير طبعية طب أنا افترض لو فيه فارة أستاذ إبراهيم آه كان حيعمل ليه في ماتش الأهلي والدخلية لله والتحاد الشرطة والتحاد الشرطة عارفين التأهل والتحاد الشرطة حاكموا الكابتن سيد فتحي وده رجل من الإسماعيلية وبعد الماتش كان فيه قناة مودرن سبورت أعتقد بتعمل برنامج أهلاوي وزمالكاوي وإسماعيل لاوي الراجل قاعد مع جمهور الإسماعيل اللي لابس الفانيلا الصفرة وبيحتفل معه هم لابسين وهو قاعد معه بيحتفل عشان بس إيه لا هو قاعد في وسط جمهور الشادة اللي لابس الفانيلا وبيحكي على إنه إزاي عمل كده في الأهلي عارفين إيه اللي حصل في الأهلي هنفكركم ونفكر الكابتن الوينش عن زاقة بوتريكا بالسيد فتحي في لقاء الأهلي والتحاد الشرطة 2008-2009 نعيد الله تدير سمحت بدعوة تسالس شوف كم لعيب مغطي وأجمع وقتها كل خبراء التحكيم على خطأ الكابتن سيد فتحي هذه المباراة خسرها الأهلي 1-0 من ضربة جزاء هنشوفها بعد شوية صوروا هذا الهدف ألغاه السيد سيد فتحي أنا أتمنى أنت أتمنى أنت تشوف حد من خبراء التحكيم وشيوخ التحكيم يتحدث عن فكرة إعلان الحكم لانتماؤه هل هذا يجب هذا مظبوط لازم نعرف وأنا توقف ده لضربة الجزاء اللي حسبت احتسبت على ألي ويريت تجيلنا من أكثر من زاوية لم يلمز على الإطلاق يدي اللامس ثبتت في الأرض ودي عادينا نشوف ضربة جزاء في نفس المباراة اللي حسب فيها ضربة جزاء على الأهلي وألغى هدف صحيح عادينا نشوف كيف تعامل مع إعاقة أبو تريك شايفين حضن كامل ها طيب يا جماعة شفتوا ضربة الجزاء اللي حسبت على الأهلي لو كان الفار موجود كان حسبها لو طبعا الفار بتاع اليومين دول كان عمل أكثر من كده لكن أنا بتكلم على الفار اللي بنشوفه في العالم كله دي ضربة جزاء يا أخوانا تتحسب على النادي الأهلي ودي ضربة جزاء ما تتحسبش ودول ضربتين جزاء ده فيه ضربة تانية ما جاتش وهدف وهدف ملغي فيلافيو على فكرة تعرف فيلافيو هو في الناحية التانية كان ممكن يقولك أصل وصلت له واحد متداخل قبله لكن هو أول واحد وصلت له كرة ولعب كرة وكرة جون لغاها عارفين الكابتن السيد فتحي ده لما طلع في مودرن قاعد في وسط جمهور اسماعالوي بيتباه بانتماؤه للإسماعالية وبيقول أصل تبريره أصل الأهلي بتجامل تصور حكم لسه من شهر حاكم وما كانش اعتزل وهو حكم عامل طالعوا لك أصل الأهلي بتجامل بالتحكيم انتم متخيل يالي يا كابتن وانش وانت بتقول الفار هو كان أصل الفار موجود كان حيبقى فيه ماتش فاصل يا ابني ده الأهلي كان حيخد 5-6 بنت ده تلع مرد تلع مانو جوسي بعد الدور الأول آلي قال لك حافوز بـ 15 بنت لأن كان الفارق يمكن 8 بنت ساعت لكن عملية الفرمالة والتسهيل الفرمالة والتسهيل واخد بالك انت في اللحظة اللي كنت بتلعب فيها قبل الماتش الفاصل الجوني اللي جابه الإسماعيلي كان بلعب كان بلعب فرقة والفرقة دي عايزة تلعب في ملعب بعيد صمموا نقولول هالملعب القريب في المحلة كان يلعب في المحلة وادو طنط لا طنط إيه لده لعب على مشاري في القاهرة عشان يقدر الجوني يروح لاخد ماتش كان في القاهرة في القاهرة في المحلة والوجوني اللي جاه برضو زي بتاع أيمان قشر في اللي تلاغى اللي جابه الإسماعيلي في الماتش ده اللي خلاه يخش على ماتش فاصل مع النادي الآن طيب القصد بقى للكابتن الوينش يعني احنا شفنا الفضع في الجدول كان عامل ازاي فنكت قوي انت تقوللي لولا الزاقة كان ازاي ماركا دي الدوري الزاقة بواحد وعشرين نقطة لكن الحقيقة لما كان في فار السنة دي وانت خدت الدوري والفار عمل ايه مع الاهلي كان في زاقة ولا كانش في زاقة لما انت خدت الدوري كان في زاقة طبعا يارب تكون جبتها لنا بقى اختها بس المرات انت ما جبتش جود ده تخط كمان ضربة جزاء طيب انا هقول لكم الاهلي مع البنك الاهلي عشان فيه الفار بس فار مش مش فار طبيعي ده فار ملول الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي الواقعة بتاعت رمي ربيعة بيلعب الكرة بنفاول حاكم المباراة بيلغيها بداعي زي ما كابتن اصابع فتاح قال لك ده بروتوكول الفار روح البرتوكول رد كابتن جمال الغندور وهي كابتن وينش هتسبع رأي جمال الغندور في الواقع اللي كان فيها الفار اللعبة كان فيه مخالفة اللعيب عايز يلعب بسرعة حط الكرة عشان يلعب بسرعة فالكرة كانت متحركة حاكم الفار تدخل وهذا تدخل غير قانوني يعني كده هدف الاهلي صحيح بس توقف عند كلمة غير قانوني لأنها ما ترددتش بعد كده كتير حدش رضي يقف قدام غير قانوني يعني خطأ في تطبيق قانوني يعني كان ينبغي أن تعاد المباراة ولم تعاد وكلهم عارفين أنه كان ينبغي أن تعاد الكرة دي اللي تلغت بهدف غير قانوني تعال نشوف المطش اللي حرك الدوري وغيره والاهلي كان فائزا واحد صفر عزة مالك والزة مالك يتعادل بكرة متحركة بنفس الشكل لكن عشان تعادل أو كسب يعني جنب اللي اتنين اللي جم شوفوا الكرة المتحركة عشان الفار موجود برضو برضو ملون نشوف بصها بشواندس يعني هي اهي اهي الكرة كانت سابت يا شباب ولا ايه اهي هاتوها تاني هذه الكرة بتتحرك وبيلعب ده جنب فين في المنافع ده بستة تخسر تتعادل ها يا سيدي هذه في وجود الفار اربعة بونت ادف وجود الفار يا جماعة ادف وجود اربعة بونت دول كان اللي يعني نفس الحكاية هنا بتتحسب وهنا ما بتتحسبش ده اللي حصل في مباراة القمة ومحدش يتكلم ومفيش فار استدعى لانه اصلا الفار ملوش انه يستدعي الفار هنا اشتغل صح الفار هناك ولا اشتغل غلط الفار هنا ما تدخل شي ومش من حق يتدخل ده جون صحيح الحاكم هو اللي كان يتدخل لكن انت في نفس الوقت حصل نفس الحكاية يعني انت بتستفيد من الفار وانا بقدر من الفار دائما تعال المنحنة يضرب جامد في المؤجلات دي كانت في الدور الاولاني لو فاز بها النادي الاهلي هتترتب في الدور الاولاني انك لحد ما تبعت كان في الدور التاني بس كنت هتبعت بعديها وانت معتمد على دور الاولاني هم كان عايزينك الماتش ده ما تكسبوش عشان يجي يقول لك لا ما تاخد شي بالدور الاولاني خد ما يكسبش الماتش ده ايا كان الغرض مباراة من اللي قصرت وعايزين نشوف للمنافس بشكل مباشر وشوف المنافس اطلغالي جون وانت اتعامل معاك ايه ماتش القال والمقولين يعني حسام حسن تقريبا الرجل شرح له الفنين لخالص فانتم متخيلين ان في حد جسمه يبان وما ياخد شفول نشوف الكابتن دخل مين اللي داخل لاعب الماولين بص الكورة بتتشاط مين اللي بيطلع الكورة هو الشام هو الشام شوف الحالة اللي بعد كده باين بص يا كابتن مست ضربة جزاء صحيحة غير محتسبة للنادي الاهلي في النهاية صحيح كده بص ضرب الفار اللي ما بيشوف مصلحة للأهلي ما شاف اللعيب اللي دخل شتت الكورة حتى ما لفتش نظره ما قالوش يا اخوان ده مش مجرد لعيب دخل ده هو مجرد دخوله من غير ما يلمس الكورة تعيد الضربة لكن دخل واستفاد من دخوله بدلا ما اللعيب اللي يلحقها هو اللي شتتها ما ما عادش ضربة الجزاء هادي الفار اللي كسبك الدوري يا ونش وفي نفس الماتش شفنا ضربة الجزاء اللي كان بيقلعه الفانيلا وما استدعهوش الفار دي في ماتش ما قولين طيب اللي حصل هنا شفناه كله طبعا دخلنا المباراة الآله وفارقه في وجود الفار حصلت المهزلة بتاعة خط التسلل وكلكم فاكرين الواقع وكلكم عارفين انه كلاتنبرجي لما جي وتعرضت عليه الواقع استغرب جدا واستدعى محمود عشور وقعد معاه وقال له ازاي ده يحصل ازاي تحط الخط غلط يعني محمود عشور حكم لعب اولمبياد فان انا احط خط غلط عشان اثبت وقع وانا احط الخط غلط تفوت على الكل كان متفق ان الجن يتليغ بقى طريق بس انه ما يعديش فحصل اللي حصل واتغيرت نفكر فقى الونش والغيره بالكابتن سامير عثمان ضربة جزال الزمالك سبقى مخالفة على لعب الزمالك يعني هي دي الفكرة وانت لما بتيجي مع الاهلي تدور له على انه رامي لما لعب الكرة بتروح لوقت اللبس تمضل تفتش ورا بيومين قبل كده كان اللي حصل رامي لما لعب الكرة كان بتتحرك الكرة اللي راح تجوها مفاكرينها طيب يا راجل ده الزمالك ماضي المصري بيتحسب له ضربة جزاء هي في الأول لو مشيت بالمنطق نفسه في الأول خطأ جدا الفور ما شافهاش رغم انها كانت واضحة عاوزين نركز على اللعيب اللبيض واللغدر هتلاقي فيه دفعة اتفضل الاب هتلاقي فيه دفعة من مدافع نادي الزمالك للعيب نادي المصري بص كابتن عاوزين نركز دفعة بسيطة ودفعة جمدة هنا فيه دفعة بإهمال من العيب نادي الزمالك كان لازم حكم حكم اللي يمكن نشوفها بس كان لازم حكم الفار حكم الفار عشان يخلص الجدل اللي احنا فيه ده زي ما جاب له اللقطة بتاعة اليد كان لازم يجيب له اللقطة دي زي الإهمال بتاعة إسلام صلاح نفسها بالضبط ما هي دي دفعة ما أنا بقولك يا كرة كرة إسلام صلاح ما فيش دفعة بسيطة ودفعة جمدة ده يرجع كله هنا تقدير الحكم هنا فيه دفعة يبقى فيه خطأ يبقى ما فيش ركل الجزاء بوس يا سيدي أصلاً اللي دي دي التماني دي بالذات لأن هو قال لك بوتريكا دفع وجاب الجوه اتحسب الجوه بعد كده تكسبت تلتة واحد ما كسبش اتنين واحد لكن الماتش ده خلاص بيخلص وتقريباً دي اخر كرة واتنين اتنين كويس يقوم الفار يند يقوله فيه لمسة يد على لعب المصري ضربة جزاء ما قالوش ان مسبوقة بدفعة يوينش ولو كان الفار موجود في 2009 هشوف دفعة ابوتريكا لكن الفار اللي موجود دلوقتي ما شوفش الدفعة اللي اتحصلت على مدافع المصري وخد ضربة جزاء في نفس اللعبة تكسب بيها كما قدش دلوقتي دلوقتي يا سيد زبرايب الدوري بتاعك بالفار وانا موفقك على ده وموفق على كل الناس يقول لولا الفار زمالك ما كانش كسب انا موفق تماماً على الكلام لان ما فعله الفار يجب ان يحيى عليه على فكرة انا كنت انتظر تكريب الفار من جانب ناد الزمال طبعاً لانه الحقيقة يعني الله ينور والله ما جسر اللي عمله في الاهل مش كفاية وليه الزمالك مش بس في الاهل يا سيد برايين احنا مختزلين في الاهل ليه لو الدنيا كان الاهل يكسب من بدري مش ماشي انت بتعطني ومش مدي فرصة لحد يعطل الفريق البطل طيب شفنا كسب الدوري 2008 2009 وشفنا الفرق كان كان بنت ومع هذا يختزلوه فزاق برغم اللي الاهل تعرض له في المطش بتاع اتحاد الشرطة لكن ما حدش بيذكر حاجة زي ما بالظبط فكرة الدوري حسن شحات هدف الكابتن حسن شحات كل ما تسأل حد ايه اللي حصل يعني تقريبا قمة المناخ اللي هتعقد في مصر هتناقش تأثير هدف الكابتن حسن شحات وإلغاءه وجبنا لهم باللبنات انه ماش مؤثر الحقيقة دور 82 ده بتاع كابتن حسن شحات انا بقول لكم الناس اختزلته في الهدف وهو هدف صحيح هدف صحيح والسياق بتاع الموسم قسع على حاجات افدح منه اتحسبت للزمالك تعرفين الزمالك بلعب مع الاسماعيلي في الموسم ده بتاع 82 بهدف الكابتن حسن شحات المباراة كانت الزمالك والاسماعيلي علشان اللي بيقوله لو الفار كان ما عرفش الاهل كان خده ما تخلناش وقلنا لكم ما بلاش لان لو فتشنا لا التفتش كتير قوي شوفوا بقى الكابتن حمد المصري لعب الاسماعيلي وقتها منفلت بمرمى الزمالك جمال عبدالله مدافع الزمالك عمل فيه ايه وخليكوا فاكرين ده كان في دور 82 دور هدف حسن شحات الملغي شوف وشوف بقى لو الفار كان عمل ايه على مهله جمال عبدالله وقع جمال عبدالله وخطف حماد المصري واعترضوا وفيه صفارة مرشدة بيقول ما فيهاش حال لا يا ريت نعيدها تاني يا ريت نعيدها تاني لانه الحقيقة اللي حصل فيها حماد المصري يعني جمال عبدالله تكابل حماد المصري خد الكرة ورايح اتفضلوا ها اهو شوف بقى بص حماد المصري عمله ايه ايه اللي حصل للمهاجم من اسماعيل كابت المحمود بكر اللي ارحمه وقالك وفيه صفارة الحاكم بقول يلعب اهو اتفضلوا ده مش بس مش بس طرب الجزاء وفيه طرب ده المرشدة على فكرة الحاكم اهو اتفضلوا ده اللي نفس الحاكم بتاع حسن شحات اهو ها اتفضلوا اللي حصل مع مهاجم من اسماعيلي عشان يقولك الاهلي ده موسم 82 في هدف حسن شحات شوفوا هدف او بنالتي للاسماعيلي حصل فيه ايه الحقيقة في نفس الاطار ده برضو لانه الناس بتختازل كل حاجة في هدف حسن شحات واهداف الاهلي هل ربما لانه الاهلي الناس ما بتعودش تغني كتير ما بتعيطش ما بتعودش تحكي كتير في الكلام كابتن محمود عثمان الله ارحمه الحكم الدولي لما لغى جول الكابتن ربيع سين كان يدينا دوري يديك دوري والغريب جدا انه كابتن محمود توفاه الله هو ما بيقولش ايه اللي حصل كل ربيع سين مرة معنا على التليفون قالك كل ما قولي كابتن محمود عثمان لغيته ليه يقولي بس يا ولد وخلاص اتدفنت في كلمة بس يا ولد ده مش بس زي محمود عثمان ولا ربيع سين ده عمر أنور يا مؤمن لا هد بتاعت عمر أنور دي عمر أنور عشان لو كان فيه فار الناس اللي بتتباكع الفار والله لو كان فيه فار ما حد عارف كان الناس ده هيبها ترتيبها ايه دلوقت عمر أنور يجيب جنف الزمالك ولا أوضع ما حدش باكة وما حدش اشتكى وما حدش افتكره حد ده كان بالمناسبة يا ترى الزمال يعمل ليه في الجندة في موسم 88-89 نشوف حسام حسن عرضية يعدي صديق يعدي عام إنما مصفر مصفر الحكم فاول على عمر أنور ضربة حرة مباشرة إذا مالك هنعيدها تاني لأنه ما تأجيش أغاني بنت مستخسر العود بتعمل وعمر أنور بص يا جماعة ها اهي طيب اتفضل عمر قطع ولعب وخادها وجون لدرجة الناس بدأت تستاسم فجأة قال لك لا فاول فاول على مين محدش فاهم يعني الفاول ده على عمر أنور نصالح مين بس يا ولد أيوة بصوا قوليني بقى لو كان في فرح يلغي دي ليه ده هدف ده وراء لعب الزمالك يعني هو مش قدامه عشان يعمل فاول ده وراه لما لما هتتعد تاني لحظوا أن عمر كان وراء الباك يعني هم اعتمدوا على بعض هو زي أخدها منه أهو أهو وراهم هيزوق مين بقى ده كان برايم يوسف الله أرحمه يعني شيء غريب جدا جدا ويقولك لو كان فقر بقى أجوان ببطولات ههو أهي يلا طيب ده عمر أنور في الزمالك موسم 88 89 84 85 بقى الزمالك بلعب المصر ردبر ذكر اللعب الإيراني بينفارد بمرمى الزمالك شوفوا بقى كابتن هشام يكن تعامل مع الزمالك وشوفوا حسبت وقلوا لي لو كان في فار كان عمل ايه شوفوها يخذ عينه ولعب حين وأداب يخذها ردبر ذكاري ردبر ذكاري وهي هشام يكن وهي هشام يكن مشي من هشام يكن مشي من هشام يكن والكرة لعبها عاد المأمور أهو اتفضى قد ردبر ذكر الإيراني مشي من هشام يكن قولولي ده بقى اتفضاله هشام يكن عمل في ايه والكامتن لطيف الله يرحمه بصوا بقى المعلقين لما يقول لك وبيقع وبيقع والحاكم بيقول اتفضاله هشام يكن عمل ايه فيه ها جمهوره المصري ها ايه دي بقى دي بتتحسي بيه الفار لو موجود يعمل ايه لو الفار بتاعلي من دول ولا كنه شاف حاكم حتى من ساعتها من شاعتها ما هو ما حسابش من حاكم ما حسابش الفار حيقوله والمعلق بيقوله انا بس يعني يا جماعة لانه بجد دي قضية تانية خالص دور المعلقين مش عايز اقول لفظ تاني بس دور المعلقين فعلا في توصيل رسالة مختلفة خالص للمشاهد انتو شايفين الكابتن لطيف اللي الكابتن فاروق جعفر لما قالك مباراة الزمالك في افريقيا قالك وكابتن لطيف بيقولك شوف فاروق يتضرب شوف فاروق يتضرب قالك بارش تيجي على فكرة فكرة استاذ ابراهيم يعني كان رحيما استاذ ابراهيم ده فيه ماتش سيراميكا كل بطرة ما جبناهوش وفيه 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 لان عندنا حاجات تانية بس لكن ليه لا عودة ما هم مش هيسكتوا حيفضلوا شكروا في الفار لحد ما يحطوا الفار في الفادرين عندهم وليه احنا قلنا ما بلاش لانه حتفترق على بطولات الاهلي وحتحاول تشوي قيمة بطولات الاهلي يا سيدي انت حققت بطولات الف مبارو تحتفل ويعيش فوتها عشان نفوتها لكن وانت بتحتفل انت مصمم برضو تشويه الاهلي تشويه الاهلي ساعتها لأ هنضطر نفتح لانه الكتاب فيه كتير قوي وبعدين يا سيدي لو فتحنا ليك علينا ان احنا مش هنتكلم ايه رأيك هنسيب الكابتن فاروق عفر يتكلم على بطولات افريقيا اللي كسبها كان بيكسبها ازاي ده فاروق عفر ونسس اللي هي محسوبة في السبعة والتسعة اتفرجوا عليهم كم ضرب الجزاء في حياتك بالطلاة يا كبتن فاروق كل ضربات الجزاء من سنة 80 لغاية سنة 84-85 كل ضربات الجزاء ما فهمش ولا واحدة فهمش ولا واحدة تجميلة يا كبتن فاروق ولا واحدة سليمة ولا واحدة ضرب الجزاء خمس سنين بتشيل البودافيين بطولة الافريقية يا كابتن بطولة الافريقية وليس صلاح الدين كنت عاد اقول له كده البطولة الافريقية سنة 84 احنا ثلاث ضربات جزاء مصريين في حيات في تاريخ ناد الزمالك لعبنا جت الجزائر انا كنت جاي من تنزانيا كندريعي مكسور كنت من جبس ملعبتش مباراة جت هناك مغلوبين ثلاثة واحدة الكورة مش مش مشة يا كابتن المصري جوا الملعب فيه حوالي 120 ألف مصري بطولة salon كابتن اللاطيف كان بيزيع المصري مررحة الليلة التي شارك قد تفرج لبردة الجزاء قال رئيخ كل شارك في كرة وشارك فرغو قد تأتي حياتك بطولة من قوة الافريقية الافريقية في الحقيقة ما لمسنيش يعني خط بالمسط الدرجة اللعيبة بتاعت الجيت ده ده فيه بقى مباراة الجيش المغربي الكرة ترفعت انا روحت اللعيب بلعب كنت بلعب سنتر فرود اللعيب بلعب على يمان فانا الكرة جاية فهو اش ببصص الكرة انا ببصص الكرة والحاكم ببصت لنا فانا روحت رايح في اتجاه الكرة وانا رايح اهي دي الحاكم ما شافش طب انا وقحت ايه المناسبة لازم يكون ده عمال لي اعاقة وطبعا الحاكم يا كابتن متحط الحاكم مش شايف ايه حاجة غير يجري على النقطة رجاح على نصر حاكم مش ميقول خالص افتص الملعب بص لا يا واحد تكوّب وطب ضرب ده ازاي يا جماعة راح اسيب لي ضربة الجزاء بص يا كابتن جاي ازاي بص جاي حاطت سبوع على فين على النقطة ولا شاف حاجة اساسا ها بص تركيزه كله على ضرب الجزاء يعني لو الفار برضو بمنطق اللي من دول كان هيمشي مع المنطق بتاع يا جماعة كابتن فاروق بيقول كلام انت بتتكلم في بطولات افريقيا للزمالك في الحقبة المهمة من ثمانين لأربعة وتمانين خمس وتمانين بيقولك حسابت حسابت كم مباراة ولا ضربة جزاء صحيح وكابتن متحط يقوله ولا واحدة صحيح وراح مستشهد له ببتاعة جيتي زيوزه وبتاعة بطل المغرب ومنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح الرجل يتكلم بعض متلسانه على فكرة في حاجات كتيرة جدا جدا توضح ما فعله الفار في توجيه هذه البطول طيب ده اللي حصل في التحكيم وفي الادعاء بتاع الفار لكن الحقيقة سيبنا بقى انك انت السنة دي اللي اتعرض له الاهل من التحكيم جانب والحملة اللي حصلت على لعبة الاهل وتكسرها دي كانت قضية تانية خالص لانه فجأة التحكيم بيضيعلك حقوقك الفار بيساعد المنافس بشكل واضح والاعلام بيخلص على لعبك والاعلام بقى بيتعامل على انه لعبتك دول كسر وسمعته الاهل ما عندوش لعبة اللعبة دي لازم ان تبطل دي خلاص استهلكت اللعبة كبرت الاهل ما عرفش لازم ان يغير الاهل محتاج عشر لعبة محتاج خمستاشر لعب القطاع النشئين فاشل وسمعنا الصورة الضبابية السودة قوي انك انت لعبتك دي سيئة جدا والاهل فضل صبر على اللعبة دي لغاية لما شاخت وما بيدعمش وما جابش صفقات وعلى فكرة في نفس الموسم كان الكلام كان الكلام على لعبة الاهلي لغاية الاسبوع خمستاشر سبتاشر في الدوري هنفكركم بالقراء نفس القراء كان في نفس الموسم عن نفس اللعبة كان رأيون فيها ايه عشان تشوفوا وقت الغضب ووقت زع الجمهور الاهلي تقريبا الناس كتيرة كانت بتصدق الكلام اللي بيتقال ونسيوا برضو الكلام اللي قبلها بسبوع أو بسبوعين كان بيتقال دي نوعية منه الشناوي من الحراس المرمى اللي التاريخ حيقول من أفضل حراس مرمى اللي جد يعني الشناوي بقاله خمس سنين موحرس مرمى مصر الأول مصطفى فنيا جون كويس سلوكيا كويس قدامه مستقبل كبير جدا اي من أشرف هو اللعيب رقم واحد بيلعب كرة عنده متمكن عنده السرعة بيضغط على المدافع بيتقال كورا عنده خبرات دفاعية نعم من الواحد محمد عبد المنعم هو مدافع مصر القادم الأساسي والرئيسي لسنوات قادمة لما بشوف تقلق محمد عبد المنعم بحس الحقيقة أنه النادي الأهلي عنده كنز ياسر براين عنده رأة رؤية مصبقة بالفكر عنده رأة للمنافس فبعرف يشتغل عليه بالضبط قوي فيه لعيب بمواصفات أوروبية أنا بقول لك يلعب في أي حتة في أوروبية لعيب عنده كل المقاومات اللي تخليه وتأهله أنه يكون لعيب من اللعيب الكوباية جدا كريم فؤاد صفقة رائعة للنادي الأهلي كريم باكليفت كواس جدا وباكرايت كواس جدا وصغير منتخب أوليمبي ولد ملتزم جدا السكبتن عمر من البداية هو لعيب دولي هي دي الميزة إن شخصات عمر السولية فرقة بشكل كبير جدا حاليا مع النادي الأهلي وفرقة بشكل كبير جدا مع المنتخب دائما ليك جملة شهيرة قصة نص الملعب ولا كان السولية هو قصة نص الملعب العبدالأدر بيمتلك مواصفات تكنيكية قد تكون مش موجودة في أي لعب في مصر تمام بس عبدالأدر من اللعيبة صعبة تكرر في مصر طاهر أنا رأي فين هو اللعيب جايد جدا تكنيكا يعني مهاريا عالي جدا فيزيكالي متميز قراراته الفنية داخل الملعب صح فإن عبدالله وأرشي لو أنت أخذ خياره ده ما كنتين تاخده واحد تاخد مين؟ هاخد أفشة يمكن أنا أنا بقول لك أني أفشة نظر اللي سنه ونظر اللي خفة الحركة بتاعته هو عنده أفضلية في وقت من عبدالله السعيد في وقت كبير جدا عنده كمان التكملة الهجومية عنده كمان زادت حتة التهديفية عند أفشة أما فيه ثلاثة في الأهل أو أربعة عندهم مهارات الفردية العالية أفشة عبدالقادر علي معلول السولية طبعا طبعا يعني حمدي فاتحي حمدي فاتحي ألماني دلع في باير نونخ ديانج مصمم عند رأيه أكتر واحد فنيا ما شاء الله في الدوري المصري بدنيا قوي جدا أنا شايف من وجهة نظري أن محمد شريف أثر كتير جدا في أداء هجوم النادي الأهلي وده اللي بيفرق معا عنديته فاللعيبة اللي بتبقى مؤسرة هي دي اللي تقدر تحطها في الصدارة محمد شريف أكتر مهاجم باع من حسابه في الدوري شريفه شريفه مين؟ لا في كذا في برستاو ده اللي تعلينا جديد ده طلع لكم جديد ده خطير ده والله برستاو قدر يحل مشكلة بيلعب راس حربة بيلعب طرف من أطراف الأندية الكبيرة بتشتري لعيبة غالية ليه؟ كوالتي عالي هو لعيب الحقيقة عنده ثقة في نفسه عالية جدا تحركاته خطيرة جدا عنده الصرع عنده المهارة عنده القوة هداف بالفترة زياد طرق هايل أحمد سيد غريب مغربي هايل كل لعيبة فخر هايل موجود ويراوغ ويتعامل بفنيات عالية وذكي أيضا هناك لعب مثل شحات ولعب ذكي أيضا ولديه تأثير كبير ويستطيع أن يتحكم في إقاع السرعة في المباراة أيضا عالي معلول رائع جدا يا جماعة طب جمعوا كده الشناوي عالي معلول أيمن أشرف ياسر إبراهيم كريم فؤاد الشحات الشحات لا استنى بس أكرم برسيتاو مصطفى شو بيه أصبر علي ما تفضل أنا بقول اللي قالوهم هنا غير رأي ما دال اللي قالوهم برنا جايلك في الآخر ما أقول كلهم بس عشان أقول للناس إن تمانين في المية من قوام النادي الأهلي تم الإشادة بيه برسيتاو أحمد عبدالقادر وبعدين دخلنا بقى على الصغيرين مصطفى شو بير أحمد غريب زياد طارق وكملنا بعد كده اللي عاية أقوله يعني ليه مسودين الدنيا عالناس فجأة 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 وبدون مناسبة تتغير الأمور دي بعد ثلاث أربع ماتشات في الدور التاني شفنا فيهم كم من الضغط ماتش المصري اللي خسرناها أقول ماتش لينا في حقوق مهضرة واضحة والناس اتكلمت فيها ضربتين جزاء وتوالت الأمور المقولين العرب ثم البنك الأهلي ثم الزمالك ثم ثم كل دي ماتشات يا جماعة الناس تسيب كل حاجة وتقولك المستوى طيب ما انت الإصابات طالت جميع الفرقة دي اللي احنا بنتكلم جميعها وبلا استثناء جميعها وبلا استثناء ثم قرر الآن يلعب بالنشئيين عشان يرايح بقى واستعاد برضو لم يسلم الأمر رغم أن النشئيين عملوا نتائج مبهرة كذبوا الاتحاد كذبوا انبي كذبوا سراميكا كيلوباترة خسروا ماتش واحد طلقوا على الجيش فيه ماتش كان برضو ماتش غريب أول لكن هل دا يعني انصاف هل دا تعامل إعلامي لما كل الإعلاميين دول أشهدوا بالأهلي بعد الضور الأولاني ماذا حدث عشان يتقال أهلي فاضي ولازم يتدعمه ولعيبة ماتعديش جنب صور النادل يا أستاذ إبراهيم دا أقولك لعيبة عايزة دا عايزين يغيروا فرقة كلها ماذا دا اللي حصل طيب التارير اللي بنشكر فريق الأعداد عليه الحياء لأنه جاب من أول لا دا أنا عايزة أسقف لهم نوعي الحياء ما في لعب في الفريق إلا ذكر بالإشادة والتقدير لدرجة أنه ناس وصفت منهم بأنه لا دا لعيب عالمي دا حتة تانية لا دا وماشى تانية خالص سواء ديانجا أو الشناوي أو أفشا أو السلية أو حمد فتحي بدأ يتحطم من الشناوي كحارس مرمى والبديل بتاعه مصطفى شبير لما لعب ثم امتدت إلى الناشئين اللي لعبوا في الموسم المتأخر وليد ذكرهم بالاسم وزياد طارق وفيه برضو ناس انتقادته بقصوة لدرجة قالوا ما فيش فيه محدهم هذه الإشهادة الحقيقة الجماعية إحنا إيه الهدف منها؟ بنفكر جمهورنا فيه ناس بتتاجر بغضبك فيه ناس بتتاجر بلحظة مشاعر اه حيستغل اللحظة اللي انت غضبان فيها ويهلك التراب على كل حاجة لدرجة إنه النادي اللي يحقق كل البطولات دي في خلال أربع وخمس سنين ياخد تلاتة دوري في أربع سنين فيبقى فاشل تلاتة دوري في أربع سنين فاشل واللي يقعد أربع سنين ما ياخدش دوري لا هو اللي ناجح معايير مغلوطة اللي يلعب خمسة أفريقيا في ست سنين فاشل واللي ميروحش أفريقيا فاينل من عشرين سنة ما ياخدش البطولة ناجح بصوا المعايير اختلفت لدرجة لسبب واحد إنه الناس دي بتضغط على جمهور الأهل في لحظة الغضب لحظة ما انت متدايق من الفرق ومعاك حق لحظة إن انت مستقى من نتيجة أو متدايق من مستوى وأداء معاك حق لكن مش فجأة النور يطفي على الكل مش فجأة تبقى الدنيا ضلمة مش فجأة يتم تصوير الموضوع إنه منهار وإن دي اللعبة ما تصلحش تلعب في الأهل تلاتة دوري الغضب الجمهور يا أستاذ إبريم قلق لاني شافوا الصفارة عاملة معك إيه وعملة مع المنافس إزاي فكان كل أمل جمهورنا إن إحنا نسبق علشان بإمكاناتنا إحنا نقدر ناخد الدوري لكن عندما لم يسمح لك بهذا الأمر عرفوا إن الموضوع بدري بقى أنت عمرك شفت جمهور الأهل بيرم الفوطة بدري اترامد بدري ليه لاني شافوا إن الصفارة مش هتسمح مع وضع في الاعتبار إنه لا في ناس كتيرة قدرت تأثر على مشاعر الجماهير على وعي الجمهور على إحساس الجمهور على مواقف الجمهور لأنه العمل السوشيال اللي اتعامل بشكل ممنهج يحيوا عليه دي ناس حريفة ومحترفة في دس هذه السموم بكل هذه الطريقة الخبيثة جدا الحقيقة فعلا قدروا يوصلوا اللي هم عايزينه وقدروا يقدروا الصفه بالشكل العنيف ده وقدروا يوتروا كل الأجواء داخل الجماهير ويشعروا بكل هذا القلق ولو الجماهير افتكرت كل الكلام الإجابي اللي تقال ما كانتش هترجم اللعيبة اللي بتحبها واللعيبة اللي غنت لها واللعيبة اللي عملت البطولة أنا متصارس أساس إبراهيم إن اللي يقولي الكلام ده مش النخ يعني اللي يذكر الدنيا كلها كانت جمهور بتاعنا أنتوا بتقولوا إيه ده أنتوا كنتوا بتقولوا الجمهور اللي يقول كده ويدعم فرقته ويقاف على حيله مش أيما أشرف اللي فاروج عفر اختاروا نموذج للأداء يبقى بيتهاجم إن مفيش لعيب من اللي تذكر أساميهم ما تهاجمش بعد كده إحنا لا والله والله جمهورنا يقدر يقلب الكفة بوعي شديد جدا بس يعرف يوقف لعبيتنا على حيله اللعيبة دي إيه اللي سبب التحول من الإشهادات الكبيرة للدروب اللي حصل قررت تصريح لمدرب اللياقة البدنية في ليفربول السابق اسمه توم كينج تقريبا على يلا كورة بيسألوه إيه سبب الانهيار أو البداية الكرسية للليفربول السنة دي قال لهم المسألة فيها امتداد للموسم اللي فات الموسم اللي فات لعبوا ستين مباراة فحصل عبء زهني شديد جدا حصل إرهاق بدني شديد مش عارفين يخلصوا منه حتى الآن شوفوا الناس لما كان بتتكلم إن لعبت الأهل دي ضحايا بقالها ثلاث سنين للإجهاد والضع بيكلم على لعب خدت شهر ونص أجازة أولا خدت شهر ونص أجازة لعيبة أصلا في ليفربول هو الراجل نفسه بيوصف مناخ العمل في ليفربول بإنه احترافي على أعلى مستوى بيقول إنه أفضل كتير من إيفرتون اللي اشتغل فيه وبيقول إنه درجة الاحترافية عالية جدا فانتوا في الدور الإنجليزي بكل الاحترافية وبكل الإمكانات وبكل أجهزة الاستشفاء وبكل أساليب التغذية والتدريب الحديثة الناس اتأثرت ووعت وبتعاني من الموسم اللي فات لعيبة الأهلي بكل الظروف الصعبة اللي هم فيها تلات موسم ملتحمة مع بعض نهائي دورة أبطال أفريقيا تلات مرات وراء بعض لما حصل الدروب اللي حصل بعد الإشهادات دي كلها محدش قدر أبدا يلتمسلموا العز أو حتى من الخبراء يحلل بشكل موضوعي أو يقول للناس بهدوء دليل اللي حصل أنت بتتظلم وكمان الظروف ظلمك أكتر لكن بعد الفاصل كلام كتير أيضا مهم أهلا بمحضراتكم الجديد شفنا الإشهادة الجماعية لعدد كبير من الخبراء والمحللين للعيبة الأهلي على مدار الموسم وقت ما كانت المسألة لسه بعفيتها واللعيبة واقفة على حالها على فكرة في الفترة دي سؤل الكابتن عماد متعب باعتباره واحد من نجوم الجيل الزهب اللي عمل بطولات كبيرة أنت شايف الجيل الجديد ده إزاي وإيه فرصته إنه يكرر إنجازاتكم نشوف متعب لما قارن بين الجيلين بتشوف إزاي هذا الجيل وهل هو فعلا اتبنى البنى الصح القوي اللي يدي للنادي الأهلي سنوات قدام ولا لا طبعا أنا شايف إن الجيل ده عنده فرصة ذهبية إنه يوصل للمرحلة اللي حراك كنتم بتكلم عليها اللي هي فترة من 2004-2005 لحد 2012 نادي الأهلي في الفترة دي أو 2013 حق خمسة دوري أبطال أفريقيا أربعة سوبر أفريقيا أو خمس سوبر أفريقيا خمس سوبر أفريقيا فأنت بتكلم راح تلات أربعة مرات لكاس عامل الأندية خد تالت عالم فما بالك الجيل ده حقق في سنتين واربعات اتنين دوري أبطال أفريقيا اتنين سوبر أفريقيا خد تالت عالم فهو قريب بشكل كبير جدا يعني كلنا كنا شايفين كده جيل عنده فرصة كبيرة جدا ولو الاعتبارات كثيرة عمالين نكرر فيها الإصابات والإرخاق والجهاد والتحامل الإعلامي والتحكيمي ضغوط من كل جانب قدت إلى الوضع الغريب اللي مش مفهوم اللي حصل في نهاية الموسم الحقيقة الجملة المهمة اللي قالها عماد متعب إن الجيل ده تبنى كويس ودي نقطة مهمة للعيبة وللناس اللي بتشكك في قدرات بناء الفريداء قالك الفريد ده تبنى كويس قوي جدا وعنده فرصة إنه يعمل حاجة كبيرة زي اللي احنا عملناها وعدت حتى الإنجازات اللي عملوها في فترة قصيارة قياسا على المدة الزمنية معاهم هم قالك لأ داخلين داخلة كويسة جدا وفريد ده نصح كلام ده يا جماعة مهم لجمهورنا وللعبتنا لعبتنا اللي ممكن تكون اتدايئة من الحملة ومن الضغوط ومن العنف لأننا سمعت أكتر من واحد فيهم لما تكلم اتكلم إنه أسوأ حاجة بالنسبة له السوشيال ميديا لأنه هو بيشوفه ومراته بتشوفه أولاده بيشوفه وتجاوزات فالتجاوزات والإساءات والتقليل منه والإساءة ليه لا لا ما اعتقدش أبدا ده يخلي حد يقف على حينه بسرعة إذا كان عماد متعب قال كده لأنه الراجل ابن الأهل وكابتن الأهل ونجم الأهل وفنان الأهل طب ما تشوفه لعبت الأهل دي في نظر نجم كبير وكابتن كبير سابق لنادي الزمالك بقيمة وحج وموضوعية الكابتن أشرف آسف نشوفه يعني لما نيجي نتكلم كده نقول على فرقة الأهلي بعيدا عن الفنيات الرجولة والجدعان اللي كانت موجودة في الملعب النهاردة يعني هو لازم يتقل عليهم كده كانوا فعلا رجالة داخل الملعب لكن لما ينزل النهاردة النادي الأهلي في وسط الجماهير اللي كانت موجودة ويلعب بالرجولة وأقولك الجدعان تلعب الكورة بقى اللي جواه الملعب النهاردة فيه سرعة في الأداء دقة في التمريل اللعب والارتداد من النواحي الدفاعية لنواحي الهجومية كانت سريع جدا وكانوا بيقدوا بشكل رائع جدا تحول من الدفاع للهجوم رائع يعني أنا أمد بساطي جدا وكنت قاعد مبسوط وأنا أتفرج على فرقة النادي اللي بتأدي بالأداء ده فعشان كده أنا أتفرج في بداية الكلام إيه إيه الرجولة والجدعانة دي إيه الرجولة والجدعانة دي لما نتكلم باللبز ده تحديدا نحن نتحدث عن سمات في شخصية اللعبين جدعان ورجالة وملتزمين إذا خرجوا برا هذا الإطار يبقى فيه حاجة مش صح حاجة خارج عن إرادتهم ولكن يجب أن يعملوا بهذا المعيار إيه الرجولة والجدعانة دي ما يجبش إن إحنا نسحب الثقة لإني أنا وانا عايزة أقول لعبتنا بقى في قيدكو رجعونا السنة الجاية النايم أفريقهم المغرب يا جماعة تقدروا 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 طيب التهم هذا الجيل في الروح إنه فريق ما عندوش روح الأهلي سمعتوا الكلام ده كتير بس على فكرة رد عليه واحد من أو شيخ بقى الخبراء والمحللين وكابتن ونجم ومدرب الأهلي الكبير الدكتور طه اسماعيل عن الروح مع هذا الجيل في ظل غيابات 15 العيد النهاردة هستطيع النادي الأهلي النهاردة الفوز كيف ترى هذا الأمر من وجهة نظر حضرتك شوف هقول لحضرك على حاجة نمرت واحد هو النادي الأهلي طول عمره يعني الموجودين بيقدوا بكل مقوتي من الروح ما فيش مجال إنهما يبقى فيه اكسكيوزيس أو أعذار مهما كان النواقس دي واحدة الحاجة الثانية هو النادي الأهلي متمرس على هذا الأمر والعيبة بتبذل قدرات مضاعفة لتعويض أي نقص وأصبحت فجارة قدرات كاملة في الجسم ما بتطلعش دي إلا في الظروف الصعبة يا جماعة أنا بأسمع الكلام ده بجد بستعجب وبتدايق يا جماعة إيه اللي جرى ما هنتوا لو كنتوا ساعة ما يحصل التحول في الأداء التفتنا جميعا للتحليل الأسباب العلمية لهذا التراجع كنا هنوصل للحقيقة بسهولة جدا وكنا هناخد بيه فرقة الله لنتنهض وبسرعة وكنا هنساعد الجمهور إن ياخد موقف إيجابي مع فرقته إنما إحنا غزيناه بالسموم لدرجة كره دنيته جمهور الأهلي بقى خايف على طول يا أستاذ إبراهيم وبينقش الأمور من منظور القلق والخوف لأنه محدش حطيله الحقيقة بأسباب علمية وفاهمه إن ده عرض حيمر لكن الأصل هو كلام الكله ده اللي تقال لأن كل طب شوف ميدو نفسه ألف في المحيط قبل ما نشوف ميدو يا جماعة لأن الجزية دي في المقارنة مهمة جدا قبل ما تسمعوها هو أقوى الدور المحل بتاعنا ولا بطولة أفريقيا طول ما تبتكسابها يبقى الدورة الدور المحل بتاعنا وصف بأنه أضعف تنفسية ورجعوا يقولوا إن الفيفا صنفوا وإنه في مرتبة أخيرة ما يسبقوش إلا أو ما فيش بعد منه إلا جيبوتي وموزنبيق الكلام ده تقال يعني خليني معالسانهم بطولة أفريقيا هي البطولة القوية لأنه ده المنطق لأنه فيها أبطال الدول وبيتآهل للأدوار النهائية أبطال الدول المتقدمة أكتر وبالذات في الشمال يعني جزائر تونس المغرب باستمرار ومصر يدخل جنوب أفريقيا يدخل مازينب شوية يدخل مش عارف وهكذا لكن محدش يقدر أبدا إلا حد يكون في دماغه في حاجة غلط إنه يصدق إنه الدور المحلي في أي دولة أفريقيا أقوى من دور الأبطال اللي بيدم الأبطال نفسهم طيب هنا الفار وهنا الفار الفار المصري الأبيض ده هو فار أبيض الفار الأبيض اللي في مصر وقف للأهلي على الوحدة وجامل في الاتجاه التاني وحرم الأهلي من نقاط كتيرة هو نفسه الفار بنفس التقنية بنفس البرتكول في بطولة أفريقيا مع نفس الفريق بس بأخلاق أخر مع نفس الفريق اللي هو الأهلي ونفس اللعيبة الفار اللي داس على الأهلي هنا وعده جامد قوي في أفريقيا كنفار في رنف إلى درجة إن الأهلي يتمكن من تحقيق أفضلية كبيرة في أفريقيا يوصف هميدو ابن الزمالك بإيه النادي الأهلي قلب بطولة أفريقيا الأبطال الدوري الدورة الرمضانية الأهلي اللي قلبها بكده مش تقليلا من حد لكن لما النادي الأهلي يبقى بيفوز والسجار في إيديه وهو حاطت رجلي على رجل يبقى الأهلي ألب البطولة دي بطولة دورة رمضانية ألبها كده بإيه ألبها بالنظام وبالسيستم وب رجولة لعيبته اللي حتى وهيه في أسوأ حالتها بتقاتل فهموا الكلام أن الأهلي ألب البطولة دي دورة رمضانية بيكسب البطولة كده يومي غير ما يعرق هل ده تقليل من الفرقة التانية لا الأهلي فرق بخطوات يبدو أنه تم اختطاف الدورة المصري الرحكة وكبتاني لأن مش معقولة الناس دي اللي من أشهر قليلة كدترى الأهلي هو الأهلي ده اللي قال عليه ألب أفريقيا الدورة رمضانية هو ده سبق بالمشكلة أن الناس كفاء على الأهلي كده لدرجة أن اتحادك يدلس عليك عشان ما تلعبش البطولة في أرضك ومتاخدهاش لأنك لو خدتها إيه الأرقام اللي كانت حتتحقق مرعبة كنت حتقر أنت في كعب رئي المدريد على طول كنت حتبقى وكنت حتبقى بجيلك ده رحت في منطقة غير قابلة للمقارنة ولكن لأن طبعا مين يقدر مين يقدر على كل الضغوط في كل جانب أستاذ إبراهيم مين يقدر يعني عايزة صلابة وعايزة يعني كل ظروف تحالفت فجأة في خلال شهر أن يتحول بوعب أفريقيا اللي قلبها إلى الدورة المدينية إلى فاقد وفاقد وما عندوش وملوش وإيه الإدارة دي وإيه البطء ده وتعلمه مش عارف من مين ده وإيه لك تتعلم السفقات من فلان وفلان يعني أمر يعني أرجو أن شبابنا اللي بتفرج علينا النهاردة يقلب الكلام اللي سمعوا النهاردة ده إحنا بنفكركم ما بنفردش عليكم حاجة بس قلبوا الكلام واطلعوا بالموقف الذي يفيد النادي الأهلي الحياء ميدو هو بيتكلم على إن الأهلي حول بطولة أفريقيا اللي دورة رمضانية يعني خلها سهلة عليه قوي ذكر حاجتين قالك مش بحاجة ده بيأخده هو بالسجار بنظامه وسيستيمه وبلعبته جدعانة لعبته طيب نظامه وسيستيمه اللي اختبروا وظهروا إنه هم على هذه الدرجة من الكفاءة والقدرة بحيث إنه تحول بطولة أفريقيا المؤهلة لبطولة العالم مع التواجد في كاس العالم وإحراز البرنزية مرتين ولعب الفاينال ثلاث مرات على التوالي نفس الإدارة بنفس السيستيم أو النظام هي اللي بعد كده اتهمت إنه ما عنداش فكرة وفشلة وا 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 لا ده بقولوا لما عف عليك الزمن ده شوف عف عليك الزمن شفتوا المتجرب الغضب كانت وصلة الفينت شفتوا استثمار مشاعر الجماهير اللي الآن في فترة معينة الناس ودتها الفين نفس الإدارة ونفس النظام ونفس السيستيم ونفس اللعيبة على فكرة ده مش رأي ميدو بس ده حتى رأي الناقد الرياضي أو المحلل التونسي صادق قوحبيش لما تحدث فيه إذاعة دي وان اف ام التونسية إن الأهلي غول أفريقيا المرعب ده نفس الفريق ونفس اللعيبة ونفس الإدارة اسمعوه أهلي المصري هو بطل القارة وغول القارة وهو مرعب القارة وهو أكثر واحد عنده تيترويت وهو أكثر واحد ستركتوري وهو أكثر واحد يعرف يخدم وهو الجمعية الوحيدة في العالم كيفو سو بيرمتر بستة انترناسيونو أهلي المصري غول القارة تيترويت قارة أفريقية يعني نجيب لكم مين تاني يتكلم نجيب لكم مين تاني يفكركم احذروا 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 الكارهين المخططين اللي واخدنا في وشهم بيعمل اللي هم عايزينه يا أستاذ إبراهيم يعني أعظون المسألة واضحة جدا جدا الكلام ده من أشهر قليلة جدا مش من أشهر يعني يعني مش عايز أقولك يعني الكلام ده كله اتغير في شهر انت لعبت بطول النهاية أفريقيا اتغيرت الدنيا بعدها بعدها كان الكابتن سيف زاهر رأيه في لعيبة الأهلي نشوف نصيحة عايزة ديها لجمهور النادي الأهلي نصيحة كبيرة إدارة الأهلي اشترت أفضل اللعيبة في كل الأماكن ورجعت إعارات من العيار الثقيل أفشا اللي كان مداخدغ الدنيا لعيب كبير عمر أفشا ما يبقى لعيب صغير عمر محمد شريف ما يبقى لعيب صغير عمر حسام حسن ما يبقى لعيب صغير عمر مطاهر يبقى لعيب صغير عمر ما عبد المنعم يبقى لعيب صغير اللي لسه جاي أصلا يعني ما بقلوش ولعيب الحياة كبيرة وشخصية السلية وديونج النادي الأهلي فيه وماشا كويسة لعيبة كبار خامات كبيرة محدش يبيع بيعت إن الأهلي اللعيبة مش هالمستوى المطلوب مش مظبوط مش مظبوط الأهلي في لعيبة كبار الأهلي عنده أفضل دكب ودلاء عنده أفضل دكب ودلاء إدارة الأهلي وقفرت كل شيء للنادي الأهلي ده بس إيه كده عشان إيه الأمور ما اتقش ما عرفش هو فيه فيه إحنا يعني فيه فيه اتنين دوري فيه اتنين المحللين من كل واحد شخصيتين فيه اتنين أهلي معرفش فيه أهل مدينة نصر وأهل الجزيرة إيه ده إيه ده طيب شفنا ما يتعلق بلعيبة الأهلي برغم الظروف اللي عصرتها واللي وجهتها الصورة كانت عنها إزاي وقراء الناس كان فيها إزاي وبعد كده تحولوا بفعل الغضب واستثمار الغضب والمتاجرة بمشاعر الجماهير وصلوا الناس لغاية فين بحكم الكتائب وحكم اللي جان اللي اشتغلت وجبنا لكم نمازج من الأعمال الشيطانية لهذه الكتائب المتخفية وراء الكيبورد ده حاجة وإنه دي الحياة متكررة على طول هو ليه دايما فرض الأهلي بالزمالك وإحنا تكلمنا كتير قبل كده أنت بتتكلم على أنه الأهلي كبير يقول لك والزمالك كبير يا أخي أنا مش مرتبط بالاتنين أنا ممكن ألوم الأهلي مش محتاج ألوم الزمالك وممكن نشيد بالأهلي مش لازمة نشيد بالزمالك وأنا أقولتلكم قبل كده دي تقريبا في الإعلام الرياضي بتاعنا تقدر تسميها جملة النفاق العام اللي عايز يباني أن هي المسألة وسطية أو يوقف على مسافة واحدة لو جيه يشيد بالأهلي في جملة يلحقها بالزمالك برغم أن الزمالك ممكن يكون مش في مجال استحقق للإشارة لو قال الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي ما تفهمش ليه جملة تداروشية ما فيش حاجة تقول الأهلي ما يذكرش أولا لعدد البطولات ولا القيمة التسويقية ولا حجم الشعبية المتآسة والسابتة ولا عدد البطولات في كل مسابقة بنشارك فيها ده لا يقلل زي ما المهندس عدل أشار في الأول أن الزمالك نادي كبير هو المنافس الأقرب للأهلي دايما ما يقللش من الزمالك أنه الأهلي ده هو الأكبر وهو النادي اللي أفريقيا كلها زي ما الأشقاء في تونس بيقولك ده غول أفريقيا المرعب غول أفريقيا المرعب ده المفروض يكون مدعاة شرف لكل واحد مصري وده مش على حساب الزمالك لأنه المسألة مش مدببة على فكرة الزميل هاني حتحود كان معاه على التليفون ناقد الرياض السعودي أحمد العجلان وبيكلمه على مباراة الزمالك والهلال اللي في استاد لوسيل الرجل بيتكلم على الأهلي برضو لا خد بالك ده الزمالك أيوة عم الرجل بيقولي الأهلي لا خد بالك من الزمالك نسمع أحمد العجلان كنقد سعودي ونشوف الحقيقة أخبار الهلال أي والله بكل صراحة يعني المتش ما أخذ وضعه يعني بصراحة وأقول لك الصدق يعني إحنا في السعودية كنا نتمنى مواجهة بين الهلال والأهلي مش عشان نرد اعتبار أو شيء لا لا والله يعني صراحة عندنا قناعة في السعودية الأهلي هو كبير أفريقيا كبير مصر وجوده في مناسبة زي هذه يعطي إضافة كنا نتمنى الأهلي لأسباب اللي جلتها لك لكن ده الزمالك لكن الأهلي أكبر طراحة يعني طبعا هو بيني وبينك يعني أنا عازر الكابتن هاني يعني إزا مالك رايح يلعب وتاني فجأة بأنه كنا نتمنى الأهلي مش عشان ناخد بطارنا إحنا عندنا قناعة عن ده قال لك عندنا قناعة في السعودية إن الأهلي كبير أفريقيا كبير أفريقيا يعني جملة تداروكية ماشي طيب مش تداروكية لكن حقيقة بقى الموقفية عشان حاجة تنرفز والدايق إنه لما حد يذكر الأهلي بقيمته تزعل الناس وأنا ما عرفش ليه الناس ما بتعتمدش على الإحصاء والواقع والتصنيف كحقائق مش هنختلف في حقائق رقمية ثابتة وإحصاءات مثبتة جدا الناس اللي بيزعلها إن الأهلي غول أفريقيا وكبير أفريقيا وزعيم القارة دي كلها تبص على الجدول بص على الصبورة بص على الصبورة شوف عليها إيه اللي بيزعله ولازم يقرن الأهلي بحد تاني للي في الجداول وفي البطولات اللي اتحققت محدش يتقارن بيه كل الناس لها كل الاحترام بس على الأقل ما هو ثابت رسميا وفعليا ورقميا وإحصائيا هو اللي أنا هبدأ أهولكو ده التصنيف بتاع أفريقيا حتى الآن من بداية 2001 الجدول هو الأهلي عنده 101 نقطة في الترتيب الأول اللي ينفس الأهلي التراجي التونسي بكان بقى ب63 نقطة عشان تشوفوا أي حد بيقول ميه في حتة تانية الأهلي الوحده بس اللي في حتة تانية بعيد لأنه في العشرين سنة الأخيرة دول في أفريقيا الأهلي عنده 101 نقطة التاني التراجي عنده 63 نقطة هو مزينبي عشان أنتو مستكترين إن حد يقولي الأهلي كبير لا الأهلي مش كبير الأهلي هو الأكبر في القارة هو الأفعل 101 نقطة والتاني 63 التراجي هو مزينبي متسويين فيها النجم الساحلي 58 الوداد الوداد البيضاو 44 الزمالك 35 38 عايزين إيه الأهلي 101 أقرب نادي مصر شقيق في الجدول هو نادي الزمالك 38 نقطة ده يا جماعة مصطفى فاهمي مش في الاتحاد الأفريقي وفيك إن الله يرحمه توفى وفي الاتنين وعشرين سنة وشطة ميشي في الاتنين وعشرين سنة اللي فاتوا دول في القرن ده هو ده حال القرى اللي ميدو قالك فعلا الأهلي خلاها دورة رمضانية بس قالك بقوته وبالسيستم والإدارة واللعيبة دول العشر الكبار بتوع أفريقيا أولهم من آلي بمية واحد وبالإعاقات التحكمية اللي حرمتهم من أكتر من لقب طيب بالتصنيف المتراكم حط القرن اللي فات عشان الأهلي ده مش حديث العهد حط القرن الماضي على القرن الحالي وقل لي كل واحد يقعد فين تلاقي الأهلي مية واحد واربعين نقطة التالي التراجي تسعين نقطة مزم بثلاتة وتمانين النجم سبعة وسبعين الزمالك خمسة وسبعين الأخير عشان تكتوكو خمسة واربعين إيه رأيكم الأهلي مية واحد واربعين نقطة متراكمة ما بين القرنين وناد الزمالك أقرب منافس مصري في الجدول خمسة وسبعين نقطة ده التصنيف المتراكم الجديد مضافا إلى ما سبق من القرن اللي فات دي أفريقيا عشان كده مكانة الأهل العالمية شوفوا عاملة إزاي شوفوا بقى الناس اللي مستكترة تذكر اسم الأهل الوحده كقيمة أو كعظيمة أفريقيا لا لو مش عاجبك أفريقيا بص برا شوف الأهل خارجيا بيقرن بمين الراجل ريكاردو سوارش لما قال في الإنستجرام بتاعه إنه أحد أكبر أنديت العالم ما كانش بيهرج ولا بيجامل ده ميشي والمفروض إنه ميشي في ظرفه مش سعيد بالنسباله بس لما ذكر الأهل كأحد أكبر أنديت العالم كان الراجل عارف الجدول عارف إنه الأهل في الجدول اللي قدامكو هو التاني بعد ريال مدريد في الترتيب القري في التتويج الدولي الأهل الأكثر تتويجا في العالم ريال مدريد 28 بطولة الأهل 24 بصوا الأهل 24 بينه بين ريال مدريد أربع نقاط اندبندنتي الأرجنتيني 18 بصوا الأهلي يفوق بطل الأرجنتين بكام عشان تشوفوا إلى أنهي حد شوف ليفربول وبرشلونة ليفربول 14 بطولة أنت متخيئة برشلونة 17 بطولة والميلان 18 الزمالك المصري الشقيق 13 بطولة متفوق برضو على أندية كبيرة على ريفربليت وعلى ساوبولو وعلى آيكس وعلى مازينبي وعلى كلاب أمريكا وعلى اليوفينتوس الإطالي اللي هو عنده 10 بطولات بس يعني لكو أن تفخروا جدا أن الأهلي يضغط على ريال مدريد ويسبق اندبندنتي وميلان وبوكا جونيور وبرشلونة ولكو أن تفخروا أيضا كمصريين أن الزمالك في الجدول ب13 بطولة يسبق ساوبولو وريفربليت وليوفينتوس هي دي مصر وهي دي قيمتها لكن أنت مستحيين قوي أن أنت تذكر الأهلي الوحد وفلازم أن تقرم به الزمالك إلى درجة أنك تبدأ المفاضلة والمقارنة وعايز تذكر الزمالك قبل الأهلي الديني مسبب واحد يخليك تقلل من قيمة الأهلي الديني سبب واحد مش بس في الأكثر تتويجة يقول لك لا إحنا أولاد النهاردة أنتوا بتتكلموا على التاريخ أنتوا عاملين زي بونات الأهرام طب ما نتكلم النهاردة عايز تتكلم النهاردة آخر خمس سنين آخر خمس سنين باعتبار أنه الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة موجود واللعابة الشنوي وزميله موجودين هما دول مش هنكلم على الفناجيلي ولا على الضزو هنتكلم على الدول يا سيد الخمس سنين الأخيرة لمجلس الإدارة الحالي واللجنة التخطيط والفرقة الكرة بنفس الكيان آخر خمس سنين الوضع إيه الآهل بيسبق باير نوميونخ الآهل بيجي بعد الباير وقبل ريال مدريد آخر خمس سنين في ترتيب البطولات باير نوميونخ حقه 14 بطولة في كرت القدم 14 بطولة في كرت القدم الأهل الفاشي القوي عمل 10 بطولات بينما ريال مدريد 9 أنتم متخيلين الإدارة اللي بتوصف بالفشل واللعيبة اللي قال لك كسر ومالهاش لازمة والصفقات البيضة أنا في جرحنا تملي مش بنحسي بتالت العالم منه انجاب لا مش بطولة بتالت العالم ليست بطولة ما احنا بنقول لا إنجاز يعني بس هو إنجاز شرف الكويس أنه انت خدت ميدالية برونزية لكن هي تحسب للبطل ولذلك لما تضيفها بتضيفها لباير نوميونيك أو تضيفها لريال مدريد أنا ما قدرش أقول مثلا الأهلي لعب مع التراجي التونسي الأهلي خد البطولة والتراجي خد الميدالية الفضية أحسبها لي بطولة وله بطولة لا لا أنا بتكلم رغم إن إحنا ما بنحسيبش مش بنقول إن إحنا حسبنا ده إحنا بنقول في السكة كده بتعمل حاجات حلوة حاجة مشرفة جدا لنا لها قيمة ولها دلالة لكنه إحنا بنتكلم على الألقاب فأنت متخيل إن أنت بتقف في مسافة في النص بين بايرن ميونيخ باربعتاشر بطولة وبين ريال مدريد بتسعة بطولات ولسه الناس فاكرة إن الإدارة فاشلة وفاكرة إن الخطيب ما بيعرفش دير وفاكرة إن اللعبة كاس وفاكرة إن الصفقات بيضة وعايزة تروج لده أستاذة برائمة فاكرين إيه فاكرين إيه فاكرين إيه يقول العالم كله بشيد بينا وهما يقول لك طيب الشعبية لأن حتى الشعبية الناس بتدايقها شوية ومعرفش ليه يعني أنا معرفش ليه مع أنه المفترض مش محل نقاش وغلط جدا إنه تطرح للكلام الأستاذ أحمد العجلان وهو بيقول له هنا هتحود بيقول له إحنا عندنا هنا في السعودية قناعة إن الأهل كبير أفريقي وهي قناعة ثابتة بالزكيها واتدعمها الحقائق والأرقام والبطولات يطلع حد يقول لك بس في المنطقة العربية وفي الخليج شعبية فلان أكتر بأمرت إيه أنت لفت على الناس ما حدش يملك في قياسات الرأي العام إنه يقول أصد دي حقائق رقمية مش أراء استنتاجية لكن لو هتتكلم على حقائق على الأرض آخر ما تم قياسه من رأي عام رياضي في مصر كان في مركز بصيرة وبنفكر به دايما وبداية الناس مع أنه ده المركز المعتمد من قبل مجلس الوزراء في مصر ده الإحصاءاته معتمدة بصيرة لما عمل الإحصاء بتاعه 72% من المصرين أهلوية مش النادي الآلي اللي عمل كده ولا النادي الآلي اللي تكلم على حجم شعبيته ولا النادي الآلي لما قال إنه حقوق الرعاية بتاعته تستاهل كذا لأنه ده حجمي في السوق ولا النادي الآلي لما قال العوائد البس بتاعتي أحتاج إنها تبقى كذا أو حقي فيها تبقى كذا مش بيكلم بمنفراغ بيكلم بحقاق تم قياسها كل ما يحدث لك من ضغوط الهدف هو يوصل للجملة دي أنا الأكثر شعبي هو منزعج إنه مش شايف المنافسة في الشارع المصري تم تخش هو كابتن جمال مش ألا كان دخلت الفاصل فيه 38 واحد فيهم اثنين زمال كوية طيب أخيرا كابتن واق الجمعة لأن أنا شخصيا برضو ظلمته في أنه هو الراجل بمناسبة مباراة الزمالك والهلال لما سؤل قال إنه بيتمنى فوز الأهلي يحاول موزيع البي إن يستدرجه تتوقع أو تتمنى فوز الزمالك ولا الهلال قال لك الأهلي هو اللي يفوز وعشان كده أنا اعتذرت له لحاقة هنفكركم واقل جمعة قال إيه وبالمناسبة مين غيره كان قال إيه لأن مع واقل الناس حملت عليه وظلمته وحايد سمفروه محد الجبسير في نفس الاستوديو على نفس الشاشة تقريبا من نفس الموزيع هنسمع واقل وهنسمع هيسن فروه هنفكره يivedسهم ودي كلا الهلال يفوز أنا في الزمالك أنا في الزمالك لقد سمعت في الزمالك ولكن معين غيره هنفكر؟ سمالك؟ بطبع إن شاء الله الهلال كابتنوان راح يقول لتصريح من من فوزوان؟ الأهلي الأهلي يلا خليك محايد خليك محايد خليك محايد خليك محايد لأنه في استوديو ياسر ياسر القهتاني نجم الهلال السبب هيتم فاروق الزمالكي والمحايد وقل ما قالش ما جابش سيرة الزمالك ولا جاب سيرة الهلال بات مالنفوز الأهلي ما تزعلش حد على فكرة هيسم لما سؤل قبل كده أنت تتفاعل قالك لا أتفاعل للأهلي أنا ما بتفاعلش اللي لزمالك نفكركم أنت متفاعل للأهلي أنا متفاعل للزمالك وبعد في الأول قتل أنت قلت الأهلي المصري فأنا ممكن أن أتحدث عن الهلال فأنت عندما يفوز الأهلي ما هو الأهلي المصري وانت مصري يعني عندما نتحدث عن الأهلي أحنا لم أتحدث عن زمالك ولم أتحدث عن البقية نحن موضوعنا الأهلي فلما نقول متفاعل للأهلي شو تقول لي متفاعل للزمالك أكيد متفاعل لزمالك أهلي فريق يفرض الاحترام وبإمكانه الفوز بالشامبيونز هذا الموسم ويفرض التفاعل يعني غصبا عنك لازم تتفاعل متفاعل للأهلي وهذا سؤال عاد متفاعل لفرق كثيرة وليس الأهلي فقط بالأهلي يفوز بالشامبيونز يفوز بالعاشرة أنا بحدش يقدر يفض علي حاجة ولا أقدر أقول حاجة غصبا عني أنا أفرضت عليك شيء حبيب أنا أقول لك أنا أفرضتش عليك أحنا نتناقش أنا أقول لك أكثر بفريق لي مش وظيفتي أن أنا تفاعل نادي الأهلي يعني يا أستاذ إبراهيم أعتقد أن وائل كان بيرض على هايزم أعتقد الأمر واضح تماما دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في التسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع الخير شكرا